لا مفاجآت في بداية اليورو وغزارة تهدفية في أول أربع مباريات ألمانيا صاحبة الأرض بتضرب اسكوتلندا بخماسية وبأداء ممتع للغاية في اليوم الأول لليورو وفي اليوم الثاني تخطت سويسرا المجر بسلسية وبسلسية أخرى فازت أسبانيا على كرواتيا في كمة مباريات اليوم الثاني أما إيطاليا فبقيادة سبالتي قدرت تتخطى صدمة السواني الأولى أمام ألبانيا وخرجت بفوز يؤمن خطواتها نحو التآهل للدور القادم 16 هدف فأربع مباريات فقط شكل يوري تاريخي خلونا نشوف ونستعد يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليورو شكله حلو قوي 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 هتقول لي ما دطق بيها يا كريم دي كورة القدم الأوروبية غير والشكل غير هقولك لا ما كناش متفاقلين أو بالدور الأول وقلنا الأمور هتبدأ من أدوار القادمة يبقى فيها إسارة ومتعة لا من أول مباراة من أول مباراة من أول أربع مباريات حماس وروعة وأداء ممتع وأهداف غزيرة جدا تتكلم في 16 هدف فأربع مباريات يعني معدل أربع أهداف في المباراة الوحدة ده معدل كبير قوي لو استمروا على كده هنشوف يورو تاريخي بأهداف تاريخية وأرقام قياسية متعة آه ما فيش مفاجآت لحد دلوقتي بس بعض النتائج ربما يبقى فيها مفاجآت يعني إيه يعني أسبانيا وكرواتي أسبانيا تكسب كرواتي ممكن بس 3-0 هحكي لكم الحكاية بتاعت المباراة النهاردة للمفرقش بس تعالي أقول لك الأول الوضع إيه بالنسبة لي النتائج مبارح ألمانيا كذبت مباراة قوي جدا أمام اسكوتلندا بالنسبة لألمانيا طبعا بخماسية مقابل هدف واحد والنهاردة آه بالمناسبة قبل ما روح للنهاردة ألمانيا يا جماعة أنا قلت كده مبارا حتى كتبت على موقع إكس إنه نادرا اللي لم يكن المرة الأولى اللي شوف فيها جيل جيل بحاله ممتع في ألمانيا يعني إيه ألمانيا العادي بتاعنا ما تقدمش كرة ممتعة كرة عملية الماكينات الألمانية معروف بس فيرتز جمال موسيالة توني كروس جندو جان ساني كيميتش كل أمكينات على كل دول لعيبة كرة حتى روديجر واحد من أحسن مدفعيين في العالم يعملوا لونج باس منول نوير أصلا عنده كرة لعيب يعني كوير فتتكلم في منتخب ممتع جدا جدا منتخب الألماني كسب مبارح خمسة مع الرأفة قدام سكوتلاند النهاردة كان فيه برضو ثلاث مباريات رائعة جدا أول مباريات اليوم كانت مباراة جامعة سويسرا والمجر سويسرا قدرت تفوز بسلسية مقابل هدف واحد كوادو دوا سجل سويسرا في الديئة 12 الهدف الأول وبعد كده ميشيل بيتشر سجل الثاني في الديئة 45 وقلص الفارق برناباس فراجع للمجر في الديئة 66 وبعد كده انبولو سجل هدف الثالث لسويسرا في الديئة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضاع مباراة أخرى النهاردة كانت مباراة المنتخب الأسباني مع المنتخب الكرواتي مباراة غريبة جدا أحكي لكم ليه بس أقولك الأول النتيجة كانت تلاتة لشيء للمنتخب الأسباني ألبارو مراطة سجل هدف الأول في الديئة 29 وبعد كده فابيان رويز نجم بريس سانجرمان سجل الهدف الثاني في الديئة 32 وأخيرا كربخال بطل دوري أبطال أوروبا سجل الهدف الثالث للمنتخب الأسباني في الديئة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضاع من الشوط الأول ليه بقولك النتيجة غريبة شويتين كرواتيا على مستوى الأرقام في المباراة دي أرقام أحسن في كل شيء من المنتخب الأسباني على مستوى صناعة الفرص على مستوى الأهدف المتوقعة على مستوى الهجمات الخطيرة كل حياة كل حياة كرواتيا تفوقت بس ما يدرتش تسجل ولا هدف وكان لها ضرب الجزاء وما سجلتهاش برضو كرواتيا يعني اللي يشوف النتيجة يقول أسبانيا اكتسحت كرواتيا على مستوى الأداء لكن الحقيقة أن كرواتيا لعبت مباراة أفضل من المنتخب الأسباني ولكن المنتخب الأسباني كان عنده نجاعة كبيرة جدا في تسجيل الأهدف فأنا عايز أقول لك الأكس جي أو الأهدف المتوقعة للمنتخب الأسباني في المباراة دي كان 1.2 يعني سجله هدف 2 بكتير أوش وهم سجلين 3 نجاعة مرعبة أداء ممتع جدا للمنتخب الأسباني على مستوى النجاعة في تسجيل الأهدف لكن على مستوى الأداء كرواتيا كانت أفضل يعني طيب مباراة أخرى كانت مباراة المنتخب الإيطالي والمنتخب الألباني ومنتخب ألبانيا سجل نديم بايرمي سجل هدف الأول لألبانيا في الثانية عفوا مش في دقيقة في الثانية 22 أسرع هدف في تاريخ اليورو أسرع هدف في تاريخ اليورو بس بعد كده إيطاليا ضدت في ربع ساعة بهدفين الهدف الأول عن طريق المدافع الرائع جدا بستوني مدافع أنتر واحد من أحسن مدافعين للعالم في الدقيقة 11 وبعد كده باريلا أيضا لعب الأنتر سجل الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 16 في ربع ساعة كانت مخلص إيطاليا هذه المباراة وتفادت مفاجآت المنتخب الألباني على فاكرة المنتخب ألبانيا كان متصدر مجموعته في التصفيات الأوروبية كانت مجموعة قوية يعتبر فيها بلجيكا وفيها بولندا وكان متصدر عشان بس الناس متخيرين هو منتخب كان ضعيب جدا ما كانش مفجود إيطاليا تتعم معه النهاردة كده لكنه منتخب كوي جدا وعمل مفاجآت في التصفيات مش طبيعية طيب بكرة لأحد إن شاء الله الجولة الأولى وكل سنة وحضراتكم طيبين أول أيام عيد الأطحى يا رب إن شاء الله كل أيامكم عيد وسعادة بإذن الله في أول أيام العيد في اليوروب بولندا هتواجه هولندا ساعة أربعة وسلوفانيا هتواجه الدنمارك في الساعة السابعة وآخر مباريات اليوم إنجلترا وسربيا الساعة 10 مساء والواحد متشوق جدا يشوف المنتخب الإنجليزي المنتخب الإنجليزي يا جماعة مرعب جدا على مستوى الأسماء بتتكلم في هاريكين بتتكلم في ساكا بتتكلم في فودن بتتكلم في بيلينجهام بتتكلم في بالمر اللي بيجي على ذاكرتي كلهم أسماء جامدة جدا جدا تطبعا غير ووكر وأرنولد غير تربييه غير تموري أما كنمك بيكفورد في حراسة المرمى غير البودلاء في دينجل هان رايس كمان جامد جدا فتشكيلة خطيرة إنجلترا خطيرة طبيعي يعني أقوى تشكيلة في اليورو أقوى تشكيلة في اليورو بعد فرنسا هو يجيب فرنسا في حتة تانية ويجي بعد كده إنجلترا وألمانيا المفروض يبقى في حتة بعيدة في اليورو المفروض يعني خلينا نشوف بصراحة الواحد بيخسل عينيه ودماغه وأفكاره في الكرة وفي كل حاجة بيشوف البطولات دي كل حاجة بتبقى حلوة تعالى أقول لك نشرة أخبار اليورو النهاردة إيه اللي حصل في اليورو النهاردة يلا شباب بيرمي نجمة منتخب ألبانيا بيسجل أسرع الأهداف في تاريخ اليورو في شباب إيطاليا بعد مرور 22 ثانية فقط من عمر المباراة لمين يامال اللاعب منتخب أسبانيا أصبح أصغر لاعب يشارك في منافسات كأس أم أوروبا عبر التاريخ عن عمر 16 عام و338 يوم فقط لتجاوز الرقم القياسي الذي سجله البولندي كازبر كوزو لوفيسكي كما أصبح اللاعب الأسباني أصغر من شارك كأساسي في البطولة القرية لتخطى الرقم القياسي الذي سجله المدافع الولندي بيترو فيلميز في سن 18 عام و71 يوم على فكرة ليكوس هقولك عليها بعد اللحظات ألفارو مراطة لاعب أسبانيا أعلن جاهزيته لمواجهة إيطاليا في الجولة الثانية رغم الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كرواتي كمان مراطة أصبح أول لاعب يسجل في 3 نسخ مختلفة من اليورو أمام نفس الخصم حيسجل ضد كرواتيا من قبل في يورو 2016-2020-2024 كما أصبح أول أسباني يسجل في 3 نسخ مختلفة رقم كياسة ما يستحقوش مراطة بصراحة بالمناسبة أسبانيا دي عدت عليها مهاجمين على سبيل المثال يعني رأقول جونسداليس ديفيد فيا موريانتس فرناندو توريس اسمع مرعبة مرعبة بس مراطة اللي بيعمل أرقام كياسية عاملة كده زي منتخب فرنسا جيرو عمال يعمل أرقام كياسية مع منتخب فرنسا اللي عد عليها كريم بن زيمة وتري هنري ودلوقتي عندهم كينيا لينبابي وكان فيه بلاتيني وكان فيه زيني دينزيدان وكان فيه دوجري وكان فيه جورجاييف بس هتلاقي جيرو هو اللي بيعمل أرقام كياسية من العسمان اللي أنا قلتها يعني أكيد يعني دي حكاية بارح في الدوري الممتاز الأهلي والزمالك كسبه زمالك كسب سيرواميكا كليوباترا الأهلي كسب فاركو الأهلي تقلق فيه جدا إمام عشور في الزمالك تقلق جدا عبدالله السعيد عشان أعدي على المباراتين دول عندي ملحوظة واحدة بس أدي كده خلاص الناس كلها تكلمت فناني بارح عن اللي حصل في المباراتين وهنتكلم عنها النهاردة كمان مع زملاء الأعزاء محمد جمال والشهاب هيكل بس أنا واقف عند نقطة واحدة بس خصة أفضل لاعب في المباراة بالنسبة لمبارات الزمالك وسيرواميكا كليوباترا خد الجايزة أحمد رمضان بيكم واللي جاي ده ليس تقليلا من أحمد رمضان بيكم اللي سجل هدف سيرواميكا كليوباترا الوحيد في هذه المباراة ليس تقليلا منه خالص تعيب كبير وبقى موجود دايما في قائمة منتخب مصر عبدالله السعيد اللي فرج على المباراة مبارح بجانب الهدف اللي سجله وبجانب صناعة الهدف التاني هو عمل مباراة جبيرة جدا واحدة واحدة بس يمشي معاي عشان كبير تنعمل حسين قالك إيه إن احنا أعلننا أعلننا جائزة أفضل لعب أو خدنا القرار فيها قبل ما الهدف التاني للزمالك ييجي هو مين اللي بيختارها جامعة وبيختارها على أساس إيه أنا هقولك على أساس إيه أنا عارف أنا عندي المعلومة يعني بس الأول نفكر مع بعض لازم اللي بيختار ده تبقى لجنة فنية محترفة ما تحسبهاش بس باللي بيسجل أو بيصنع يعني مثلاً بارح هم ليختاروا أحمد رابضان بيكهم أفضل لعب في المباراة بما إن النتيجة يتحد واحد وهو لسجل هدف لسيراميك اللي باترة بما إن واحد واحد دي من المفترض يعني مكسب لسيراميك اللي باترة فيبقى أفضل لعب من سيراميك اللي باترة الفكرة العشوائية دي العشوائية دي ده مش شغل محترفين ليه؟ أنا عبدالله السعيد على مستوى الأرقام وصنعة الفرص وصنعة الكرات والتمرارات القصيرة والتمرارات الطولية وكل شيء كان أفضل لعب في المباراة من الدقيقة الأولى حتى الدقيقة الأخيرة ما تجيش تقول لي بقى إيه؟ أصلا إحنا ما شفناش الهدف التاني فكنا قدنا البكهم قبل خمس ست دقائق أول خمس ست دقائق من نهاية الوقت ده غلط أصلي ولا ربع ساعة كمان ولا أي حاجة استنى آخر دقيقة واخر دقتين تهيه اللي مستعجل لي يعني؟ ده واحد اتنين هقول لك حاجة دلوقتي وأنا متأكد أن كله هيطلع يقول لك ده مش حقيقي وده مش موجود وده مش عارف إيه بس يعني اسأله كل الناس في كل الفرق كل فرق الدوري اختيار أفضل اللاعب بيتم بعشوائية شديدة جدا قاله أو المرائب أو أي حد يروح لإدارة الفريد ده ولا إدارة الفريد ده المدارب بتاع الفريد ده والمدارب الفريد ده يقوله مين أحسن لها؟ شايفه من عندك يقوله سين وانت التاني مين أحسن لعب عندك يقوله صاد تمام؟ خلاص ناخد أحد منهم حسب بعن دكتور مباراة يعني لو أنا سين اللي فرقتي كسبانا هدي للي عندك لو انا صعد اللي في رئيتي كاسبانا هدي من اللي عندك انا مش ببالغ انا بقولك معلومة اكيدة اختيار افضل لاعب في المباراة في الدولة المصر بيتم بهذا الشكل تاني اروح لده ولا ده ولا في لجنة عشان بس اتقال كده ولا لا في لجنة ولا في محللين ولا في اي حد بيختار خالص ونفسي نفسي رابطة الاندية او لجنة المسابقات يقولوننا فين اللجنة دي انت حراك لو دخلت على الويب سايت الموقع الرسمي بتاع الدولة الانجليزي هتلاقي اسماء الناس الاساطير والاسماء الكبيرة اللي في كرة القدم اللي بيختاروا افضل لاعب احنا مين اللجنة اللي بتختار افضل لاعب دي فين اه اي حد ييطلع يقولك هصل مجموعة من المتخصصين في الارقام وتحليل الارقام وبتاع بالمناسبة ده اصلا غلط لو انت هتحسب بالارقام بس في الملعب ده اصلا غلط في معايير كتيرة ومعايير فنية وتفاصيل وتأثير وحاجات كتيرة يا اوجي فيلازم اللجنة دي بقى فيها تنوع فيها مدربين فيها خبراء فيها محللين مثلا ارقام فيها تفاصيل مين دور بقى فين ومعليش يعني طي نمشي واحدة واحدة عشان بس اثبت لك كلامي عشان ممكن تقولي ايه انه الاختراف بتطريد انت قلتها دي ما بيحصلش واحدة واحدة لما يبقى فيه مثلا اربع خمس ست مباريات بيتلعبوا في اليوم في الاسبوع سبع تمان مباريات معلش يعني واحدة واحدة هل اللجنة اللي مختراها الرابطة او لجنة المسابقات بتبص على كل المباريات دي ويبقى فيه حد المتخصص موجود في كل المباريات دي اتحداك مستحيل مش بيحصل اسكنها اصلا مفيش مين الناس مين الناس اللي بتختار فدي نقطة بس وقفت عندها عشان لو هنختار افضل لعب اه جائزة معنوية وتفاصيلها مش يعني مش هياخد جائزة كاس العالم بس يعني برضو يتبقى فيها معيير حاجة فيها احترافية عشوائية جماعة مش كل حاجة في حياتنا تمشي بالعشوائية دي يعني اتفه الامور واصغرها برضو بعشوائية دي سهلة دي سهلة دي حكاية تعالى اقول لك اخبارنا النهاردة ونبدأ بيه النادي الاهلي النادي الاهلي خلاص استقر على اغلاق ملف المفاوضات مع البركيني محمد كانوتي ده بسبب ان اللاعب بيغالي جدا في شروطه المالية اللاعب هو وكيله الاهلي بلغ مارسل كولر بصعوبة ضم اللاعب البركيني خاصة في ظل مبالغات كبيرة جدا في الامور المالية اللي بيطلبها وكيل اعماله واللاعب نفسه ادارة النادي الاهلي تحفظت ايضا على مستوى اللاعب الحالي وطم اقناع كولر بالبحث عن مهاجم اجنبي اخر من اجل التعاقد معه بالمناسبة جلسة كولر الاخيرة مع لجنة التقطيط وكابت المحمود الخطيب شهدت مناقشة بعض الاسماء الاخرى لتدعيم هجوم الفريق بعد اغلاق ملف محمد كانوتي على فكرة انا برضو مش شايفه مهاجم فلتة رأي يعني كمال ما يستحقش الاركام اللي هو بيطلبها او مبالغات المالية مع النادي الاهلي طيب بالنسبة لمحمود عبد المالية الكهرباء الناس كتيرة بتتكلم انه خلاص رحل عن النادي الاهلي اه مارسل كولر قبلك الكابت المحمود الخطيب انه لا يمانع رحيل كهرباء عن الفريق لو جاله عرض مناسب ولكن مارسل كولر اشترط اشترط اولا حسم ملف المهاجم الاجنابي الجديد يعني الاهلي يضم مهاجم الاجنابي جديد يلا اوكي موافق بيعوا كهرباء كهرباء عنده بعض العروض الخالجية وبعض العروض من السعودية بس كلها مش هيمدي موافق على بيع كهرباء لما يشوف مهاجم اجنابي في ارض الملعب اخر مش ياخد المخاطر خلصوا المهاجم الاجنابي خدوا كهرباء واتضف الحتة اللي انت عايزين دي حكاية كهرباء حكاية اخرى ايضا من النادي الاهلي مسؤوله النادي الاهلي خلال ايام اللي جاية هيعودوا جلسات عديدة مع محمد هاني زغير ايمن الفريق من اجل حسم ملف تجديد تعاقدهم مع الفريق عشان محمد هاني خلاص ينتهي عقده مع النادي الاهلي بنهاية الموسم الجاري في بعض المناقشات المالية مش اقولك الخلافات المناقشات المالية ما بين اللاعب والنادي الاهلي لسه متحسمتش هيتم حسمها خلال ايام القليلة الماضية وبالنسبة 99% محمد هاني متكمل مع النادي الاهلي مفيش عنده اي مشكلة وهيبقى منتظم مع الفريق بعد انتهاء اجازة الزواج وقالف مليون مبروك لمحمد هاني طيب بحسب مصدر داخل النادي الاهلي محمد هاني واكرم توفيق هيكونوا جاهزين للعودة مع الفريق وحسابات مارسي الكولر في مباراة الاتحاد سكندري يوم الثلاثة اللي جاي ان شاء الله هاني زي ما قلت لكم انا هي اجازة الزواج واكرم توفيق تعافى من الاصابة بألام في الرجبة وشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي جدا ده بالنسبة للنادي الاهلي اما نادي الزمالك في لعيبة بعض اللعيبة بعض اللاعبين في نادي الزمالك المباراة القادمة ان شاء الله هيتعمدوا هيتعمدوا الحصول على بطاقة صفراء المباراة القادمة هتكون امام المصر هتقول ليه ليه يا كريم هقولك ان فيه اكتر من لاعب في نادي الزمالك عنده انذار بعد مباراة المصري في مباراة الفاركو وبعدها مباراة الاهلي فهيقول لك اغيب مباراة الفاركو مغيبش مباراة الاهلي ده كمان رؤية الجهاز الفني اكيد بيفكر كده وده بيحصل في العالم كله بالملازمة بس في اسماء زي عبدالله السعيد المسلوسي اسماء مهمة جدا ممكن يغيبوا عن المباراة مباراة النادي الاهلي عشان معهم انزلو طب اقول لك مين الاسماء يعني حمزة المسلوسي ابراهيم النضاي دونجة وعبدالله السعيد واحمد مصطفى زيزو ومعاهم احمد حمدي احمد حمدي كده كده مصاب وسيف الجزيري كل دول معاهم انزلو التالت يخليهم يغيبوا عن المباراة الاهلي فهم بيفكروا هيشوفوا مين اللي ممكن ياخد انزار في مباراة المصري يغيب عن مباراة فاركو ويرجع خالي بصفحة بيضة في مباراة النادي الاهلي مباراة كمة الكرة المصري فانت لو لقيت لعيبا مديخات انزارات في المباراة مباراة مصري القادمة تفهم على طول انه الهدف مباراة الاهلي طيب سامسون لسه مجاش نادي الزمالك وراجل عنده مستحقات لسه مجاش من السفر يعني ولسه عنده مشكلة في مستحقاته المتأخرة مع نادي الزمالك وعنده مستحقات 6 أشهر مع نادي الزمالك وعايز ياخد المستحقات دي قبل ما يعود لنادي الزمالك الزمالك استقر على خلاص رحيل سامسون اكينو لهم خلاص مش لازم تكمل معنا الموسم بس قالوله ارجع القاهرة وانتشوف تسوية لهذه المستحقات المتأخرة دون اي ازمات ودون اي مشاكل وبيتواصل معا دايما استاذ عمر قدم عضو مجرس داية نادي الزمالك عشان ينهي هذا الامر بسلام وبهدوء دون اي ازمات او مشاكل دي خطوة مهمة جدا عشان الزمالك مش حمل اي مشاكل تاني ان شاء الله طيب احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد الفاصل حوار في منتهى الاهمية مع واحد من اكبر المدربين العالميين على مر التاريخ مدرب هولندي كبير هتعرفوا بعد هذا الفاصل خليك معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى يشرفني وينورني في هذه الفقرة واحد من اهم المدربين اللي مروا على كرة القدم في العالم ضرب العديد من الاندية الكبيرة ابرزهم طبعا ريال مدديد وتشيلسي اندهوفن فالينسيا واكيد اكيد ابرز المراحل كانت مع المنتخب الهولندي معي عبرزهم الان في لقاء مهم جدا جوز هيدنك المدير الفني السابق لمنتخب الهولندا وفرق ريال مدديد وتشيلسي وفرق اخرى يا فندم مشرفني ومنورني سعيد جدا بتواجدك معايا على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا لك انا اتشرف لتواجدي معك اليوم الكريم حين نشرنا التنويه الخاص بلقاءنا اليوم معك عدد كبير من الجماهير المصرية كانت سعيدة وفرحانة ومبسوطة انها تشوف جوز هيدنك مرة اخرى بعد 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 كبير جدا عن الملاعب الفترة الماضية انا سعيد لسمع ذلك انا سعيد لسمع ذلك منك شكرا جزيلا لكم بداية بالتأكيد اتكلم معاك على بطولة اليورو كلنا نتابع الآن بطولة اليورو وهي تنطلق كيف تنزل لهذه المصابقة هذا العام والمنافسة على هذه المصابقة وبالتأكيد كمان هسألك عن حزوز المنتخب الهولندي فيها نعم انا سعيد جدا لان البطولة ستبدأ لان البطولة تبدأ هذا الشهر انا متحمس كثيرا بسبب ما رأيناه في الافتتاح وستطيعا اقول ان حضوز منتخب هولندا قوية جدا لان منتخب المانيا على اتم الاستعداد ومنتخبات الكبيرة في هذه البطولة نحن في انتظار هؤلاء اللعبين الكبار اتمنى ان نفوز بها ولكن هذا اذا حدثت معجزة ولكن سؤالك مهم انا اتمنى بلغ توفيق لمنتخب هولندا لا استطيعا اقول لا استطيعا اقول ان المنتخب المفضل ربما هناك فرنسا ستفوز بالبطولة ربما هناك المانيا ربما هناك اسبانيا ولكن هناك حصان اسود في البطولة رأينا في النسخ الماضية منتخبات جيدة كثيرة ولكن في هولندا نتمنى ان نكون الحصان الاسود في هذه النسخة نتمنى التوفيق لمنتخب هولندا ولكن الامر صعب الامر صعب جدا لماذا على مدار السنوات القليلة الماضية شفنا المنتخب الهولندي فيه العديد من المواهب القليلة مش هو المنتخب الهولندي اللي متعودين عليه فيه اسماء كبيرة تاريخية يعني كرويف فان باستن مرار بفان بيرسي بروبين بفانستور روي اسماء كبيرة جدا مرت على هولندا الان لا نرى مثل هذه الاسماء في المنتخب الهولندي لماذا من وجهة نظرك؟ نعم نعم هذا صحيح للأسر هذا صحيح هذه مقولة صحيحة الاسماء التي كانت موجودة في فترة تواجد مع المنتخب كان منتخب رائع منتخب مذهل وقبل ذلك وبعد ذلك بفترة قصيرة كان يوجد لدينا اسماء كبيرة ولكن ليس هذا ما يحدث الآن لا يوجد انتاج كبير للمواهب في أوروبا أعتقد أن هذا هو المنحنى الطبيعي في صعود ونزول هذا يحدث في أي مكان في العالم لدينا ندرة للمواهب على مستوى العالم ليس نفس المواهب الكبيرة التي نراها في الأنديال الكبيرة في أوروبا ولذلك أستطيع أن أقول أننا أننا في المنحنى المنخفض وأننا على وشك شهود فترة صعود للمواهب في أوروبا أستطيع أن أقول أننا لن نعود جيل فمباستن ولكن ربما نرى المواهب الجيدة بعد ذلك كما رأينا كلويفرت بعد فمباستن فبالتالي كل هذا يعتمد يعتمد على اكتشافك للمواهب الجيدة والعمل على تعليم وتثقيف اللاعبين كما كان يحدث في الماضي لتحصل على لاعب في أعلى مستوى على المهارة المناسبة التي يمكن أن تظهرها للمنتخب الآن لدينا ندرة في المواهب لا يجب أن نجذب على أنفسنا يوجد تنظيم كبير يوجد الفريق منظم بشكل كبير ولكن الأمر ليس سهل أعتقد أننا نفوز بسهولة ولكننا للأسف نخسر بسهولة وهذا هو ما يثير حماسي بالنسبة للبطولة الحالية هذا عن الحاضر أما الماضي فالماضي بالنسبة لك كان ماضي مشرك جدا مع كل الأندية والمنتخبات اللي اشتغلت معها ودربتها حققت كثير من النجاحات لو سألتك أي أبرز محطة ممكن تستعدها في تاريخك الآن وتقول إن هي كانت المحطة الأفضل لك سؤال صعب سؤال صعب جدا أنت أخبرتني أنني توقفت منذ سنوات ولكني أتحدث إليك لأنني على التزام تام بالتواجد مع جمهوري في الشرق الأوسط وأنا الآن أعمل على إعطاء المحاضرات للمدربين للتثقيف ولكن أستطيع أن أقول من وقع خبرتي لا يمكن أن أحدد نادي أو اتحاد عملت معه أنا الآن أنا الآن أذهب إلى كثير من الدول لتركيا لإسبانيا لكوريا مرة أخرى لأعيد التثقيف المدربين وأعمل على هذا أنا سعيد لأنني عملت في هذه البلاد ولا أستطيع أن أحدد دولة واحدة أو نادي واحد قد عملت معه ولكني أنا فخور بعملي في ريال مدريد وأيضا حينما حققت بطولة الف اي كوب مع تشيلسي وحينما فصت بالدوري الهولندي مع آيند هوفن كانت هذه فترات رائعة وحينما لعبت كأس العالم منتخب ولندا ولكن لا أستطيع أن أحدد فترة معينة لأنني فخور بالعمل مع كل هؤلاء اللاعبين لا يمكن أن أحدد نادي معين أو منتخب معين ولكن أنا فخور لكن بالطبع فترة تشيلسي حينما وصلنا للنهائي في 2009 كان هناك الكثير من الشغف والسعادة ولكن لو كان أن أحدد كما قلت أنا فخور بالعمل مع كل هؤلاء اللاعبين أتذكر وقت وصولك لتشيلسي في 2015 في المرة الثانية كان قد رحل اللاعب المصري محمد صلاح عن الفريق على سبيل الإعارة إلى إيس روما بعد أو قبل شهور قليلة من تعيينك في هذه المهمة هل وقتها حزنت لرحيل محمد صلاح عن الفريق نعم بطبيعة الحال أنا أتيت لتشيلسي مثقل بكثير من الأعباء ولكن كانت بدايات محمد صلاح بداية مسيرتي ولكني أحببت هذا النوع من اللاعبين أنا كنت واضح جدا هو اللاعب يحب المنافسة وقد أثبت ذلك قبل أن آتي قد أرسل الإعارة وهذا ما حدث مع كيفين دي بروين في بداياتي مع منشستر سيتي أو مع تشيلسي وبعد ذلك مع منشستر سيتي هؤلاء اللاعبين استطاعوا أن يثبتوا أنفسهم واستطاع محمد صلاح أن يثبت نفسه أنه لعب من التراز الرفيع طيب داي خلينا سألك عن رأيك في مسيرة محمد صلاح بشكل عام على مدار كل هذه السنوات في الملاعب الأوروبية رأيك فيما قدمه محمد صلاح نعم قد حقق الكثير وأمامه الكثير اللي يحققه في مسيراته في أوروبا هذه الفترة هي فترة محمد صلاح بالفعل مع مدير فني جديد ولكن أمامه كثير من التحديات أمامه ضغط كبير ليثبت ما ستجعله مع مصر ومع ليفربول ليس فقط مع ليفربول ولكن مع المنتخب المصري كذلك منذ عام أو عامين وقد استطاع أن يصل بمصر إلى نهائي أمم إفريقيا واستطاع أن يحمل على عتقه الكثير من المسؤولية والضغوط هو لاعب هو لاعب رائع لاعب مذهل كمدرب أحب أن أرى هذه النوعية من اللاعبين في الملعب معي أنا أستمتع برؤية محمد صلاح حينما بدأت مع تشيلسي في الفترة الثانية وللأسف قد راحل محمد صلاح هذا أمر أحزانني كثيراً طيب عايز ألك على المنافسة بشكل عام في الدولة الإنجليزية هل هي أصبحت احتكار لمنشستر سيتي وحيداً؟ لماذا تراجعت باقي الأندية عن منافسة منشستر سيتي بالشكل اللازم؟ لماذا احتكر منشستر سيتي على غير العادة لقب الدولة الإنجليزية في السنوات الأخيرة باستثناء موسم أو التنين؟ من وجهة نظرك أعم في البداية لأن منشستر سيتي لديه منظومة ثابتة بالطبع مدير فني رائع ولكن المدير الفني الرائع ليس كافياً إذا لم تكن هناك منظومة مستقرة للنادي يوجد دعم كبير لبيب جورديولا في منشستر سيتي منذ سنوات أعتقد أن الدعم هو الذي جعل هذا الوقت المناسب لبيب جورديولا لينتج مع منشستر سيتي إذا لديك فريق رائع مدير فني رائع وإدارة مستقرة فالفريق والإدارة تستطيع أن توقع مع اللاعبين الذين يريدهم الفريق ويحتاجهم المدير الفني في أي وقت بالطبع وأيضا الرؤية الخاصة بفريق الكشف للنادي تحدد الاحتياجات الخاصة بالفريق وطريقة اللعب كذلك هذه هي المنظومة الاستقرار إذا كنت تنافس بدون الاستقرار اللازم فسنرى ما يحدث مع فريق شيلسي لديهم الكثير من الأموال أنفقوا الكثير من الأموال ولكن أعتقد قد صرفوا حوالي مليار دولار في آخر استثمارتهم ولكن أشراكوا الكثير من اللاعبين ونفس الأمر مع منشستر ينايتد أندية كبيرة وتصرف وتنفق الكثير من الأموال على اللاعبين ولكن لا تحضر اللاعبين المناسبين في المراكز المناسبة لمدير الفني أن توقع للاعب هذا أمر هام ولكن لتفرض سيطرتك على أوروبا كما فعل منشستر سيتي وهذا ما لم يستطع أن يفعله منشستر سيتي ومنشستر نايتد ولكن ما فعله منشستر سيتي طيب عسلك على ريال مدريد والصفقة الزهبية اللي أتمها في الفترة الأخيرة وهو صفقة جود أو عفوا كيلين مبابي الصفقة اللي هزت العالم هل تأخرت هذه الصفقة بالنسبة لريال مدريد؟ سيكون مثمر جدا لريال مدريد أنا على تواصل معهم حتى الآن ومع الإدارة وأستطيع أن أقول أن هذه الصفقة رائعة لريال مدريد ربما بناء على الضغط الذي يتعرض له النادي نرى بعض الاهتزاز في الأول ولكن أستطيع أن أقول أن اللعب رائع وأيضا مهمة المدير الفني ستكون كبيرة للتعامل مع كل هذه الأسماء الكبيرة أعتقد أن هذا أيضا أمر رائع لإمبابي لأن اللعب لا يزال شابا وسيجد طريقه لللعب مع الفريق أعتقد أن الفريق سيتطور على المستوى الجماعي وسنرى وسنرى ريال مدريد يستقبل واللعبين يستقبلون إمبابي بأذرع مفتوحة بالطبع السؤال اللي بتسأل في كل العالم الآن إمبابي هيلعب فين في طريقة لعب ريال مدريد في وجود فينسيوس، في وجود رودريجو، في وجود بلينجهام، في وجود بالفيردي إمبابي مكانه هيكون فين أعتقد أنه موقف صعب لصديقي كارلو أنشلوتي أن يقرر للموسم الجديد والتشكيلة للموسم الجديد ولكن اللعبين الكبار الذين ذكرتهم جونيور وإمبابي اللعبين الكبار يمكن أن يتوظفوا في أي مكان يمكن أن يلعبوا في أي مركز يحددوا من جيل فني ولكن إمبابي إمبابي لعب ديناميكي أو لعب حركي جدا ويمكن أن يلعب في أي مكان وخصوصا في جانب الأيسر في خارج منطقة الجزاء يمكن أيضا أن يجيد في الكثير من المراكز ولكن كارلو أنشلوتي يستطيع أن ينظم هذا الأمر لأن اللعبين الكبار يمكن أن يلعبوا بأي شكل رأيت كثيرا في الفترة الأخيرة الكثير من التشكيلات بالأسماء الكبيرة وستطاع المدربين أن يوظفوهم بشكل جيد إذا كان لديك الإعداد الجيد للعبين فيمكنك أن تلعب في أي مركز في الملعب إذا كنت كذلك ما هو قادم هي سئلة سريعة والسؤال الأول هو من في رأيك أفضل مدرب في العالم في الوقت الحالي؟ سؤال حسنا بالطبع هو سؤال صعب حينما تصل إلى هذا المستوى وتستثمر الكثير من الأموال ويكون لديك العين اللازمة لاختيار اللعبين كل هذه موصفات أنا ليس لديه اسم ولكن لديه احترام لبعض المدربين الذين أدوا أداء رائعا ودائما في القمة الآن لدينا جورديولا جورديولا متألق على مدى السنوات وأيضا كارلو أنشيلوتي دائما هو يستطيع أن يقود الفرق هو النجوم الكبيرة ويصل بهم للمقدمة في العديد من السنوات هو على مستوى التدريب رائع وأيضا على المستوى الشخصي هو هو إنسان قبل أن يكون مدرب لا يعتمد فقد على القرارات والغرور الخاص بالمدرب ولكن أنشيلوتي أيضا يستطيع أن يحل مشاكل اللاعبين ليس فقط يدير الفريق أفضل لعب في العالم في الوقت الحالي أفضل لعب الآن دائما أود أن أرى اللاعبين المبدعين اللاعبون المبدعون هم من يقود الفريق للفوز نرى في ليفربول ومانشستر سيتي ولكن اللاعبين المبدعين كيفين دي بروين يؤدي بشكل رائع مع المنتخب هو دائما دائما لعب مبدع نعم يصاب كثيرا ولكنه لعب مبدع يوجد لعب جديد في مانشستر سيتي ساعدني دوكو جيريمي دوكو نعم أليس كذلك هو لعب رائع لعب مبدع كذلك ولدينا أيضا محمد صلاح لا يمكن أن نغفل محمد صلاح وأنه من أكثر لعبين المبدعين الذين رأيتهم في حياتي أيضا لعب في ليفربول أنا نسيت الاسم لعب شاب ربما اسمه أو يلعب في المنتخب الإنجليزي ولكن الكثير من اللاعبين لا يوجد لعب واحد ربما الآن في اليورو نرى لعبين مثيرين للاهتمام ربما أمبابي ربما أمبابي سيكون لديه السيطرة على لقب أفضل لاعب في أوروبا والعالم سنرى جوس هيدينج المدير الفني الأصبق لليل مدريد وتشلس والمنتخب الولندي أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذا اللقاء على التلفزيون المصري برنامج رقم ده كان اللقاء أنا مع جوس هيدينج اللقاء مهم جدا أحمد المدربين الكبار الممتدين هل يستم كمليين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا هذا البرنامج برعاية يعلم بحضراتكم مرة أخرى يشرفني وينوارني في هذه الفقرة الأصدقاء العزاء محمد جمال وشهاب هيكل جيمي من نور الدنيا حبيبي يا كيمو شهاب من نور الدنيا حبيبي يا كيمو كل سنون تطيبين طيب يا حبيبي أخبرك وإيه زي الفقل الفتة ولا حاجتها دي أكيد أنت من ناس تحب تأكل في عيد فتة أو تأكل طبعا في العيد وغير العيد سوفينا أعرف ناس بيحبوش الفتة عاية أنا بحبها جدا أنا؟ أكلت فتة كمان كمان وبكرة يومين وبكرة فتة وردو تعود بس فأنت فاي أه ويواكل ومزبط الدنيا شوية طيب جيمي وشبا يكلمونه على مباراةي الأمس الأهلي وفاركو وزمالك واسراميكا كليوباترا وحنبدأ به الأهلي وفاركو حبي تبدأ به حبي أبدأ بأنه بالنسبة للنادي الأهلي رن صعبة جدا بتتكلم على عدد مباراةيات كبير جدا في شهرين بتتكلم على 25 مباراة 60 يوم ده رقم صعب جدا على أي فريق في الدنيا فمهم جدا قبل ما تكلم في أي فنيات خصوا المباراة أنه الأهلي عنده سياسة عنده هدف أول وأخير ما عندهش أي هدف تاني ألا وهو أن أنا أكسب كل مباراة بالأداء عمل إزاي عندي مشاكل بعمل روتيشن ما بعملش روتيشن في بعض اللعبة كويسة بعض اللعبة مش كويسة بعالك بعض الصغرات أتغلب على المشاكل اللعندي إزاي أتغلب على الراني إزاي التدوير أهم شخص خلال الفترة اللي جاية هو الراجل اللي بيعمل استشفى في النادي الأهلي المسؤول اللي يقل بدنية والاستشفى في مجموعة لعبة بعيدة فنيا فيه 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 فانتيجة تتكلم على أنه في الآخر بدور برضو في عدد معاين من اللاعبين هيكون قاسي عليهم جدا جدا عدد المباراة الراندة وبالمناسبة ده الأهلي والزمالك آه الأهلي لعب عدد مباراة إجمالا أكتر من بداية الموسم لكن الزمالك برضو لعب عدد نفس عدد مباراة فيما يخص بطولة الدوري بسكواد أقل شوية من النادي الأهلي على صعيد العدد وعلى الصعيد الفني فطبعا الموضوع صعب جدا سواع الأهلي والزمالك تحديدا وهيكون عليهم ضغط كبير جدا جدا من المتصدر المسابقة لحد دلوقتي بيرامدز اللي قطع ران تمام المتشات زيادة طبعا ده هيرياحه خلال الفترة اللي جاي عظيم جدا الأهلي طب الأهلي زي ما تكلم جيم ضغط كبير جدا بيتعرض للفريق هيتعامل مع المتشات كلها اللي جاية إنها متشات تجارية تجارية معنى إيه هنزل تفكيري الأساسي ثلاث نقاط ليه؟ الدبدابة اللي عملها بيرامدز على النادي الأهلي يمكن إن زمارك بعت شوية ممكن من الصعب إنها يلحق بالأهلي وبرامدز بسبب فرق النقاط لكن الأهلي لحد دلوقتي في الجيم في جيم الدوري والدوري بالنسبة لنادي الأهلي حاجة كبيرة زي وزي أفرقها وما يقلش فبالنسبة لنادي الأهلي وكولر هو التفكيري الأول والأساسي إزاي هكسب هكسب بأداء فني كويس هكسب بأداء فني ساي أهم حاجة نبحث عن التلات نقاط ده يمكن الشغل حتى الفني اللي احنا شكناه في مبرات فرقه بالأهلي ما كانش أحسن حاجة في الجيم لكن عارف يكسب عارف يكسب ببعض الحلول الفنية اللي وجدها كولر في المجارة عنده نقص كتير بيحاول إن يوجد حلول لمراكز كتير عمنا له مشاكل زي مركز الباك الشمال بيحاول يوجد جبهات جديدة بعد ما كانت الجبهة الشمال على مدار أكتر من 3-4 مواسم هي اللي متقلقة في النادي الأهلي بيوجود بعلي معلول وأي أن كان الهافل يلعب قدامه الجبهة دي بتبقى هي الأنفير في النادي الأهلي فبدأ إنه وجد حلول تانيا أنه يشتغل على ناحية الليمين بوجود عنصر كبير أو عنصر مهم على المستوى الهجومي زي عمر كمال اللي توهج مع نادي الأهلي لفترة الأخيرة بن يرمي إمام عشور ناحية الليمين وفي مركز أول مرة نشوفه فيه أو مش معتدين عليه ناحية الليمين كالعيب رقم 8 وقدامه ريدا سليم اللي ناس كانوا يتطلب بالفترة اللي فاتت فين ريدا سليم فين ريدا سليم ريدا سليم بدأ يدخل واستغلال المشاكل أو الإصابة اللي عند بيرس تاوي عظيم تحب تبدأ بيه ناس قبل ما يخش يوقع في الفني لأن الفني كله مطرق لا ما هو ده فني برضه ماشي قبل ما يخش في الفني فيما يتعلق باللقطات لأنها كلها ربطة بعضها قصة الحلول اللي بترى يلاقيها كلر الأدوار الجديدة كل ده هو مربوط كله بخط واحد قبل ما نخش في دي نجي في لقطة منفصلة لناس كلها بتتسأل عليها من مبرح وشفت ناس كتير جدا سوى سوش الميديا أو غيره بيحاولوا يكتهدوا هو كان إيه سر اللقطة بتاعت الورقة بتاعت محمد عبد المنعم لما ادهاله كهرباء من كولر في الشوط التاني الأهلي بترى الشوط التاني يعاني من بعض المشاكل لو نعرض اللقطة حد نتكلم بترى يعاني من بعض المشاكل في الأطراف الاختراقات على الأطراف الأهلي بيحاول يضغط فوق بيصنع فرص كتير جدا لكن كان فيه لعيب هو مسؤول عن إنه يكون لعيب الـ 12 مع فرق مبرح من النادي الأهلي هجيله بعد شوية لكن وانت عمل بتضيع بتضيع دي اللقطة دي اللقطة الورقة اللي ادها كهرباء وبيتكلم على وبيشاورله خلي بالك وبيشاورله فين بيشاورله ورق ناحية الشمال اللي هي الجبأ اللي كان جزء من المختار بس وقفن 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 هم التلاتة دول اللي كانوا مكتوبين في الورقة خدوا تكلفات جديدة جوه الملعب علشان الملعب يتضبط يبقى فيه عمق فيه ما يخص الارتداد فيما يخص الارتداد بعد ما يفقد النادي الأهلي الكورة اتنين اللعبة كانوا مسؤولين يقفلوا القناتين دايما يا كريم في أي حلقة بنتكلم الملعب سوم خمس قنوات بالطول اطراف خالص برة واحد وخمسة بعدين بنتكلم على اتنين واربعة وفي العنق رقم ثلاثة فالمسؤول عن قناة رقم اتنين والقناة رقم اربعة دول اللي خدوا التكلفات دي الأهلي هيبتدي هو بيبني من وراء أو هو لسه ما طلعش بالكورة أو هو فاقد الكورة يبقى عنده لعيد تالي تجيب لي اللقاط اللي بعدين هو وقف بس بصة كريم التكليف كان ديانج نازل يلعب لعيد مركز ثمانية لحية اليمين خد التكليف انه يلعب في العمق يبقى هو لعيد لعيد رقم ستة ما كان مين اللي بيلعب رقم ستة مرة ورعة عطية وخد تكليف مرة وان ما تمشيش وقف هنا وخد تكليف مرة وان انه يبقى تالت في خط الدفاع عشان يقفل ورا كريم فؤاد فيدي اريحية لكريم فؤاد انه يشتغل بعد كده فالتكليفة كلها كانت الاصطناقية اللي جاتت من شوية على الشاشة انه يبقى ديانج هو اللعيب اللي بيثبت في عملية الخروج بالكورة او حتى في الارتداد الدفاعي في عمق الملعب لعيد مركز ستة وانه مروان يساهم في عملية الخروج بالكورة لانه ابتدى بعد وجود شكر النجيب نزول احمد شريف بتتكلم على فريش ليكز راجل مهاجم بيضغط دايما على الاتنين المدافعين يقفل عيب تالت كان متنفس في الخروج بالكورة هو مروان عطية فده ماشي بقى خلاص فده كان الشكل اللي حد بكلها يلعب بيه دي التكلفات عشان كده عبد منعم اول مراح راح نادى على ديانج ونادى على مروان ادىهم التكلفات الجديدة وانه عبد منعم هيبقى مراحل دايما شوية ناحية الشمال يقفل مع مروان عطية وديانج هو اللي هيبقى مسؤول في عملية التدوير طول الوقت انه هو كون تحت الكورة في مركز ستة علشان كده مشوفناش اي خطورة لفاركو بعد التغييرة دي اللي كانت تديها 75 مشوفناش اي خطورة لفاركو ولا من على الاطراف ولا في العمق بقى ابتالى فاركو يعمل ايرلي كروسز او يعلق كورة في منطقية الجزاء وده اللي كان عائز كولر عشان يأمن الثلاث نقاط لانه كان ابتالى يحصل عملية اجهاد حتى مع التغييرات في الفرقة الجاري الكتير اللي حصل الشوت التاني عظيم جدا طيب فاضح ليه كولر طلع ريدا سليم وكوكا في فضاة الشوت التاني ممكن ناس كتير الفترة فاتوا خاصة الجامعين النادي الاهلي كاب بطلب وجود ريدا سليم راجل رجع من الاصابة لقى مكانه اللي بيلعب فيه واللي معتد عليه مع الجيش الملكي برس تاو حاجزه بشكل كبير جاتوا الفرصة انو يلعب تقعز بشكل كبير في الادوار اللي كولر بيحبها والادوار اللي كولر بيحبها هنلعيب حتى لو تديني الادوار الهجومية بشكل جيد الادوار الدفاعية ما تقلش عن الادوار اليومية تعالوا نشوف الحالات مع بعض كل الكورات اللي كان بتتلعب في ظهر عمر كمال كانت دايما السنائية من لعبة فاركو على عمر كمال مش هتلاقي ريدا سليم في اي ماشى الدفاع بص في الكورة دي كلمة ليه بيتماشى لسه لحد الوقت ما خدش الستارت بتاع الجاري بتاعه وبقت اتنين على واحد بالنسبة لعمر كمال هنا بدأ يجري وكورة هتبدأ تتمرن في ظهر عمر كمال الرجل راح ينفراد بالمرمة وتقريبا دي كورة دي ممكن الكورة بتاعت الهدف التعادل اللي سجله وفرقة فاركو كانت واحدة من المشاكل اللي زارت ما دي مش في مرة ولا تنين يا كريم اكتر من ثلاث مشاهد شفنا المشهد ده الكورة بتتقطع برضو بتتحول في المساحة اللي بدهر عمر كمال واللي كان جزء منها اه عمر كمال بيزيد وبيعانه انطلاقات هجومية كبيرة لكن دايما ما بقاش معاه مساندة دفعية من ريدا سنيمي العيب اللي بيلعب قدامه او الجناح اللي بيلعب قدامه فكان دايما الخطورة كلها من المساحة اللي بضاهر عمر كمال اول حاجة فكر فيها كولر بين الشوتين انه يغير شكل الجابهة دي بنزول ديانج ان يلعب رقم 8 قدام عمر كمال ويبدأ يوقف طبعا قبل التحويل اللي تكلم عنها جيمي في الدي 74 كان ديانج بيلعب رقم 8 قدام عمر كمال وغير الطرف انه جاب حسيني الشحات ناحية اللي مين وخلى عبدالقادر هو اللي اشتغل ناحية الشمال مع امام عشور اللي رجعه للشكل الفني المهتد عليه والمكان اللي هو بيحبه وبيه بيحب انه يشتغل منه هجوميا او دفاعيا طيب جزء والسؤال واللغز الجابهة دايما بتسألانه ليه مش كريم اندبس مكان علي معلول وازاي الجابهة دي بيتعامل معها مارسي كورور في الوقت الحالي في غياب علي معلول اللي هيستمر طبعا لدهاية الموسم طيب الراجل ما عندهش قناعة عشان نحسم القبر كل المدربين الدنيا الكبار والصغار اللي بيضربوا انتخابات واندية كبيرة وبيضربوا اندية ومنتخابات في منطقتنا في حاجة اسمها قناعة فنية ما تنقشوش فيها هو دي قناعته الفنية اي فيش مدير فني نازل عنده كتالوج بيمشي عليه هو عنده لعب بيطلب منه بعض الأدوار نفذها بيقتنع به ما نفذهاش بيقتنعش به فعشان الموضوع ده قتل أباحسن هو مش مقتنع فنيا بكريم الدباس وهناك أبعاد أخرى مش وقتها نتكلم فيها فيما يخص التذام اللاعب بتطبيق أفكاره خلينا نقفلها على كده التذام اللاعب بتطبيق أفكاره هو مش شارك ولا التذام اللاعب عموما ده جزء بعد تاني ماشي انعكس على تنفيزه للأدوار رغم ان الراجل بيمشي بشكل كويس مع المنتخب الأولمبي لكن لما اجتكلم على منتخب المعسكرات أقل المتابعة اللي بيتابعها مدرب المنتخب الأولمبي لللاعيب 4-5 ايام معسكرات لجلقا اه و4-5 ايام مش بتكلم بقى على على ان هو معايا طول اليوم في التمرين ومعايا طول اليوم عارف وبيعمل ايه وبيتم المتابعة حطيها أخليها على جنب فالراجل نقل لإيه قالك أنا أخلي الجبهة اليسرى هاعتمد عليها في بعض الأحيان زي ما كنت بعتمد على الجبهة اليوم في بعض الأحيان لكن هحاول وده اللي حصل بعد التوقف الدولي هحاول أخلي أن الولي أول مرة بعد 7-8 سنين لا فيه صورة قبل دي فيه صورة قبل ما نروح لدي صورة فيها اتجاه هجمات النادي الأهلي قبل ما نروح لدي طول الوقت يا كريم 7-8 سنين يجي موسماني يجي فايلر يجي اللي يجي الجبهة الشمال هي الجبهة اللي دايما بيضغط منها النادي الأهلي بص ده شكل هجمات النادي الأهلي ده هنا مش بتكلم لا ارجع تاني للصورة معلاش اللي فاتت شكل هجمات النادي الأهلي وانت بغمد في أي مباراة لما تفتح تشوف عدد الهجمات تتلاقي عدد الهجمات ناحية الشمال مليون في المية فتيجي تلاقي الممرر رقم واحد والممرر رقم اتنين ناحية الشمال اللي هم في أعلى الصورة ثلاثة طب الممرر رقم أربعة وخمسة كامل ستة ستة هجمات فعالة ستة هجمات خطرة من الناحية اليمين لسببين السابق الأوراني ده قرار الراجل اننا عايز اخلق أجابة هجمية ناس كثير كاب بتسأل عمر كمال اللي بيجيت في ناحية الشمال هيلعب ولا هيرجع يلعب في البكرايت فالرجل وده ناحية اليمين النقطة التانية نقل لعيبه لأول مرة ينقله في الأهلي لعيبها قبل كده في الزمالك لكن في الأهلي أول مرة امام عشور فبقت القناة رقم اتنين وقناة رقم واحد من ناحية اليمين أسفل الصورة فيها ستة هجمات خطرة لأن فيها تنين لعيبه مميزين قوي عمر كمال ومفتاح وترمومتر النادي لأهلي الدائم اللي هو امام عشور تعالوا وريك عمر عمل ايه من ناحية الهجمية رغم تعليق ان لقطة الهدف مساهم فيها لكن متفق مع شهاب مليون في المية ان جزء منها كان لريدا سليم بص بداية اللعبة كريم دي كانت امتى وقف بعد الباص بعد الباص على تو ايو ايو لحد ما يستلمها امام باص باص ماشي بص هنا كريم وقف هنا كمان كمان ماشي واحدة كمان كمان واحدة بص كريم هو الشغل اللي انت شايفه المسلسات ده والجابهات الثلاثية والاوفر رودر اللي بعمله النادي الاهلي كنتم بتشوفه دايما فين ناحية الشمال الراجل لا انه مش هيعرف يحلها بنفس الشكل بوجود علي معلول طبعا لازم ان اللعيب انا هجيب لك في الاول عمر كمان عمل ايه وادواره ومساهماته على مدار المباراة وهجيب لك بعدها امام عمل ايه وادواره ومساهماته على مدار المباراة عشان كنا امام بأمانه في داماتش مش بس علشان جاب جول وجاب جول حلوة قوي لا علشان خاطر الادوار اللي الرجل كان واخدها ناحية اليمين اللي هي مش جابيته بص يا كريم دي لما تيجي تتكلم نفس القرى نفس الخطورة دايما بدور على ان انا بجمع ناحية اليمين بجمع ناحية الشمال والهجوم كله يبقى من ناحية اليمين ايه اللي بعده بص الكرة هنا وقب بعد الباص وقب بعد الباص بص هنا الراجل حبي هنا طبيعي الكرة دي او عدت جون لمودست مليون في المية فانه تواجد في المنطقة دي وشايف العيبة في التمنتاشر كويس بتكلم على سلاح فعال ناحية اليمين اللي هو عمر كمان روح للي بعده اللي بعده يلا كمان كمان الفريم اللي بعده بص عمر كمان موجود فينا يا كريم على الاندراين على الخط لعبها دي الكرة طبعا بتاعة راكلة الجزاء اللي تسجلها امام عشور اللي بعده كل ده انا بتكلم على عمر كمال يلا الكرة اللي بقى ديها على طول بص عمر كمال موجود فين دايما بيفكر انه يحط الكرة في المنطقة بقى عندي مفتاح لعب وصانع لعب بدل علم علون لناحية الشمال بقى عندي صانع لعب تاني اسمه عمر كمال عبد الواحد دا حية اليمين ما بقرنش بالاتنين لكن انا وجدت حل دي تحسب للمدير الفني وتحسب لقوالات اللعبة اللي موجودة في الملعب ان فجأة انا عطلت فجأة انا كمدير فني عطلت ما عنديش حد يعمل الادوار دي ناحية الشمال بقيت بحاول اثبت ناحية الشمال قدر الامكان عشان ما يتمش اختراقها بشكل كبير وبروح للجزء الهجومي ان يكون عن طريق عمر كمال امام عشور والتالت معهم سواء رضا سليم او حسين الشحات لما تنقل الشرط التالي حابد كمال امام عشور او مودست هتكلم عن مودست بس اكمل حتة اللي تكلم عنها جيمي في النجاعة الهجومية اللي عند عمر كمال كننا دايما وكننا لسه بنتكلم عن علي معلول ان هو الطرف اللي شغال والباكي اللي شغال ناحية الهجومية وكان للناحية التانية مش موجودة او شي بي مش موجودة محمد هاني انك تشوف اربع مشاهد الاخطر للنادي الاهلي في المباراة انه عمر كمال هو المتواجد جومانتية الجزاء في كل كرات العكسية وانه نكمل في التلت الأخير في كل كرات لعيب من الصعب اللي انت تلاقيه موجود في سكوادي النادي الاهلي ومتنفس جديد هجومية للنادي الاهلي ويستغلوا بشكل جايد زي ما اتكلم عنه جيميته المباراة اروح لمودست الاول اعايز اروح لحاجة على مودست بس في احيان الموضوع بيالب بتجاوزات بسخرية زيادة يعني اجماعة في امور كده اللي هو ايه احنا نتكلم كرة هزار وضحك وترياء وفي حاجات تانية مش حابة اتكلم عنها بس احنا نتعامل فنيا انه مودست اكيد صفقة غير نجحة مع النادي الاهلي اطلاقا اطلاقا وكلنا نتسائل وحنبدأ نتسائل ليه اصلا موجود في الملع مفيش كلها فعلة ده ده حاجة طبيعية وحاجة مش شرط النايب يكون متقلق برا ويجي لك يبقى احسن حاجة طبيعي ممكن المستوي يختلف مستوي يتغير مش متأقلم لكن هو الشكله معنادي الاهلي هو مش احسن حاجة هو ما بيقدمش حاجة ما بيقدمش اي اضافة يمكن تصريعه حتى مع الكيب الفرنسيان ويقول لك ليه انت بتغيبه متواجد على الدكة قال لك يمكن عشان خاطر البند الخاص بي بعدد اللعب او عدد دائل لها لعبها ان هو يتم التجديد للعقد التلقائي يمكن عشان كده ما بلعبش بس لما بيجي نشوفه في الملعب لا احنا عارفين انت بتلعبش ليه في مستوى فني مش موجود لو جبنا الحلاب بتاعته او المشاهد بتاعته انا مش هنتكلم فنيا بس احنا بنتكلم في اشكال هجومية متنوعة واحنا بنتكلم على امداد اكتر من خمس او ست امدادات لمودست هو مش موجود دي واحدة تلعبت من شوية هو مش موجود فيها ما استغلاش احسن حاجة الكرة التانية لولا برضو الدفعة اللي خادها من المدافع بتاع فاركو حصل على ضرب الجزاء لكن لو الدفعة دي ما تميتش برضو ممكنش هتصرف فيها احسن حاجة ان الكرة كان الكابس على هو ما خادش مساحة نفسه الكرة دي في بداية الشروط التاني اي مهاجم مش مهاجم اي لعيب في سكوادي النادي الاهلي حتى لو محمد عبد الملع نفسه هيقدر ان يسجل الهدف فانت العيب بيفقدك اكتر من كرة انه ممكن انت تعزز ناحية النادي الاهلي وتستغل بعض الكرات دي سروه من امام عشور مفيش احسن من كده لو كامل بلس برينت بتاعه كان الكرة دي وقف مرة واحدة وقد قناعته انه يوقف انا مش فاهم لحد دلوقتي هو فكر فيها هو تحرقاته عظيمة جيدة بس 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 ذاكي جدا بالضبط حتى دي هو فضل مكمل مهاجب فعلا لا اجنابي مهاجب زاكي جدا حتى بدل بلجازات تحرقه بياخد المساحة الورا بياخد خطوطين لورا بيطل خطوطين لقدام لكن دايما الفينيش عنده واستلامه الكرة وقناعته هو بيتعامل مع الكرة بحس انه فاها حاجة غريبة يعني دايما هو في الاخر هو لغز جوا النادي الاهلي واللغز ده هو المسؤول عنه كولر بما انه هو اللي جابه فالنادي الاهلي طبعا هي مسألة وقت تخلص الرجل يمشي اللي يشتغل بعد جدا عايسوا الحاجة لمودست؟ لا خلاص معنا كفاية كفاية عايس سألك ايه موضوع النظارات اللي قاعدت لقالك هيتلابسها في التدريبات دي بصك كريم اه افتكرتهم افتكرتهم الشناو ومصطفى الشبير ومخلوف افتكرتهم بيهزروا مسلا مش افتكرتهم بيهزروا اه لا ده موضوع الحكاية كبيرة ومبدئيا موضوع النظارات ده مش جديد مش جديد مش في النادي الاهل مش جديد عموما الموضوع النظارات ده ظهر الاول مرة مع المتخب سويس رفع عشرين وعشرين في اليورو بمناسبة اليورو يعني من اربع سنين وبتالي بعض الانديات تستخدموا كم منهم على حسب المثال وعلى فترات متبعدة دي نقطة النقطة التانية ان النظارات دي نفسها فيه منها كزاجيل فيه منها كزاجيل الاهلي جاب الفترة الحالية احدى سجيل عشان محتش اقولك بسه ده مضوع قديم الاهلي جاب الفترة الحالية احدى سجيل من النظارات دي النظارات دي بتعمل ايه بمنطقة البساطة وفيه فيديو لو نعرف بس نعرف ناس بك الناس بتبقى شافة الموضوع في تمرين النادي الاهلي وبعدين نتكلم عليها وهي وهي بتتعرض يعني في تمرين النادي الاهلي هي مخصصة على فكرة لناس كتير بس هي بتشتغل اكتر مع الحراس وبقى اللي بيستخدمها اكتر ناس الحراس يعني امكن فيه صورة هبان بعد شوية ليه ممكن مصطفى هبانية جاية هنا من ظهر الشنابس 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 لابس نظارة ومخلوف لابس النظارة هيلبسها الشناب اول ما يقوم دلوقتي ودي لابسها مصطفى شبير وفي اول لقطة جات خالص كان لابسها مصطفى شبير وهيجن كمان مخلوف هيلبسها بعد شوية ليه بتتلبس النظارة يا كريم النظارة دي بتعمل مجموعة من الحاجات رقم واحد هي بتعزل تماما اي حاجة على يمين وشمال الحارس علشان يروح تركيزه بنسبة 100% طول الوقت ويتعود ان في اي حركة بتحصل حواليه ما يحصلوش تشتيت لما يتحرك المدافعين او المهاجمين الكرة لما تعمل تغبط في حد وبعدين تحرك هو طول الوقت تعنيه وهنا في الذاكرة عنده القرار بقى انا عيني على الكرة ما ليش علاقة الكرة بتروح فين اتنين بتبطأ حركة الكرة شوية يا كريم فدايما يبقى عنده مساحة من الاستجابة تلاتة هي بتنشط عضلات العين وبتعمل حاجة اسمها منع انتكاستر قرانية انت اوقات البناء ادم ايه بني ادم عادي يا كريم في لحظة من اللحظات عينه بتقفل ولولو لجزء من الثانية لو عينك قفرت لو جزء من الثانية فجأة بتلاقي كرة قدامك وده هو هو اللي بيحصل في الديفليكشن الكرة لما بتغبط في العيب وبعدين تغير انت عينك القرانية عبل ما بتستجيب للحركة دي بيكون خدت وقت شكرا خلاص راحت الكرة فده بيزود من سرعة استجابة اللعيبة من سرعة استجابة حارس المرمى لتحركات الكرة الغريبة وبيخلي وبيخلي عضلات العين نفسها اتنشطت طول الوقت ان هي مركزة بس على الكرة ملاش علاقة بأي حاجة تانية بتحصل عمل الديفليكشن برضو هو عينه جايب الكرة اي حد ممكن قولك ما انت ممكن تاخد تعليمات وتعمل ده خالص مش تقدر تعمل ده هو هنا بيشتغل دايريكت على المخ وعلى قيرارات المخ ان المخ بقى حافظ انا عيني دايما جايب الكرة بس دكتور شكرك امان من احلل كده صحيح طيب لسه بكملين مع حضراتكم بعد الفاصل جمال وشابا يتكلموا اكتر عن مباراة الزمالك والسلامية كليو باترة خليكم معنا يعلم بحضراتكم مرة اخرى اقولنا هنتكلم عن الزمالك والسلامية كليو باترة بس جمال وشابا عندهم جزء كده سريع فيما يخص تقلق امام عشور في مباراة الامس الاهلي وفرقه بصة كريمة افضل اقول جملة وبعدها في كل حلقة على امام عشور امام عشور احسن لعيف في مصر باي فار احسن لعيف في مصر باي فار ولسه ما جابش سبعة من عشرة من مستوى سبعة من عشرة فيما يخص حدته البدنية بتكلمش على الفني حدته البدنية لكن امام عشور وانشغل لقطات امام وحنا بنتكلم امام عشور عايزه بليميكر هتلاقي عايز الراجل بيلعب وانجي رايت هتلاقي وانجي ليفت هتلاقي بص الراجل هنا بمنتهى البساطة من اول دقيقة مجمع ناحية اليمين وبترى يشتغل بص هنا الراجل بترى يعمل الحاجات اللي دايما كان كلها لعده مشكلة معا فيها اضغط بدري وبترى يشتغل بدني قدر الامكان دي طبعا لقطة تسجيل ركلة الجزاء بحاول اجري شوية علشان الوقت وهقف عند لقطة لمدة ثواني ووقف الكدر اول ما تيجي بس ووقف هنا كلام كتير جدا 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 اتناس ترى تقلق جمهور نادي الاهل بترى يقلق على العلاقة ما بين افشة بعد بعض التصرحات التلفزيونية وبين امام انا مش اقف عند افشة خالص مش اقف عند افشة خالص انا اقف عند امام عشور ده في الاخر يا كريم انا دايما بتكلم على لعيب كويس طب اللعيب ده هيكمل ولا لأ بتيجي من حاجة واحدة العقلية انت قادر تكنترول نفسك وقادر تشتغل وقادر تلم زمالك جوا الفرق وانت لعيب اصغرهم واصغرهم سن طبعا من كهرباء وافشة وان اللقطة دي بالنسبالي ولا هي ارسالة للناس ولا اي شيء انا بالنسبالي هي ارسالة هو ليه شخصيا انا معنديش مشكلة مع حد انا بلعب طول الوقت بقى تصريحات طلعت موفقة او غير موفقة انا معنديش ازمة خالص انا عنصر في المنظومة دي دي كانت لقطة مهمة جدا ان انا بقى انا خاصة انا نجمل فرقة دلوقتي وانا جامد والجمالين بتحبني قوي واللعب اللي جامد زمالك وكل حاجة فانا مش محتاجة اصر لوح لقفشة ولا انا بحاجة اخد لقطة ولا احاجة خلاص بس هو هو اتعامل بزكاء جدا اتعامل بزكاء وتعامل بانه انا بوصل لمرحلة ندوغ ومرحلة الندوغ في الكورة ان انت وصلها وانت عندك 24-25 سنة دي هتطول عمرك في الملاعب 10 سنين نخليها عليك اكمل بقى اللقطات الفنية وهقف بس لمدة ثواني عند لقطة الجون وبعدين وانا بتكلم عمال ما تتجز لقطة الجون بس اكر احنا جبنا اول لقطة دي اول لقطة في المباراة وهو الريك امام واقف فين علشان يعرف ان هي متحفظة وما تواجدش هنا بالسلطة بص امام واقف فين واقف في المنطقة دي ومن اللي مجمع معنا حيتي لي مين اللي مجمع معاه عمر كمال عبواحد خلاص كمل دي كمل دي والراجل دخل انسايد هاتلي اللقطة اللي بعديها على طول لقطة الهدف هتيجي بعديها على طول انه المكان برضو اللي متواجد فيه هنا يا رضا سلين بيكمل انسايد عشان يشتغل كمهاجم تاني وبص برضو هنا امام موجود فين وقف وقف هنا بس وقف سوين التحضير هو طالب منه في الوقت اللي احنا جبناها من شوية لعمر كمال عبدالله حتلعبت بالعرض كان واقف في نفس المكان لثالث مرة في عشرين دقيقة حلقة اللي فاتت يا كريم لما كنا بنتكلم على منتخب مصر تلت مرات مع محمد صلاح اللي كان بيدخل انسايد في المكان اللي فيه عمر كمال ده كان بيتواجد امام عشور في نفس المنطقة دي بالزبط بيتواجد هنا كلمه واحدة تصويب حكت في العرضة في مباراة غينية بنفس الطريقة بنفس الشكل بنفس المنظوم كان بيشماله فانا عشان اتكلم على العيب بيطاوب بهذه الدقة بهذه الدقة وليست المرة الاولى ولا التانية ولا الاخيرة ان شاء الله بيمينوا زي شماله الراجل عنده دقة والتكنيك بصه وقف هنا وقف هنا سؤالي بس ارجع بس هو بيشوت عشان عالف الوقت بيجري منه بصه بصه كريم التكنيك والدنيا زحمة والدنيا مقفلة الرؤية محضر القرار واخد الكورة بوش رجل خارجي عشان تروح بالشكل ده امام عشور هفضل كل حلقة اتكلم عليه شوف اتكلمنا عليك هم مرة هالمجاملة لي مليون في المية هو واحد من اهم اللاعب اللي موجودين في مصر في السنوات الاخيرة امام عشور اضيف حتة صغيرة برغم ان هو تنقل من ناحية الشمال اللي هو بيطلع في احسن حاجة عنده هجوميا وراح ناحية الليمين بيستكشف مكان جديد بقى افكار جديدة برؤية فنية اللي مارس الكولر بيحاول يطبقها اه جالوا بعض المشاكل في بعض المشاهد خلال المباراة اللقطات بتاعته هتقول لها لكن على الرغم من الصعوبة اللي هو وجد ناحية الليمين في ان هو تعكس او معلش ممكن يكون حصل له ربكة في التواجد او الاماكن نفسها كل عب ما بتعود على مساحات جاري متعود على اماكن معاناة وبيتحرك فيها ناحية شمال بيخش في العمق في الكرة بيكون معدولة على يمينه فبيقدر المصاوب بيتعامل على المرمى ناحية المين حصل له بعض المشاكل دائما نتليه بيخش في العمق الكرة بيتعامل عليه ضغط بتتقطع منه واجه المشكلة دي كتير فاكتر من مشهل ورغم كده كان هو نجم المباراة وسجل هدفين وكان أخطر لعيب من النادي الأهلي على المرمى دائما نتليه عنده مشاكل في خروج بكورة بيقابل مشاكل دائما على الخط حتى مش متعود عليها بس مع الشغل الفني ومع التاكتكس الرجل بدأ يشتغل معا بي في الفترة اللي جاية انه بيحاول يوجد حلول ناحية المين عشان خاطر الأزم يعود بيها انه مع الوقت هيتحسن دائما بينزل السينما وبيفرغ المساحة لعمر كمال انه هو ينطلق له قدام تمراته ما كانش أحسن حاجة تحسن انه كان عنده بعض المشاكل في الكرارات ناحية المين خدت معاه بعض الوقت ورغم كده كان هو نجم المباراة فده يبقين لك ان اللعيب عنده شخصية في المعلم انه هو حتى لو في بعض المشاكل في المباراة كان سيء وقدم ميز بس كتير وما دارش يخرج بكورة بشكل جيد اللي رغم من كده حافز على هدوءه حافز على التمركزاته والتاكتكس اللي اشتغل به وقدر انه يسجل هدف ويسجل هدف من راكل الجزاء بتكلم كويس نروح لزا مالك نروح لزا مالك هل ستكلمنا على عبدالله السعيد ازاي ما كلمت كده عن المعشور عبدالله السعيد يعني رجاء من جمز لعيب عنده 38 سنة او 37 سنة لازم اوفر له مساحات الجري ولازم اقلله مساحات الجري واشتغله في اقرب حتة تواهج عبدالله السعيد مع المنتخب كان فيه لليه مركز عشرة لوري المجن لوري من منطقة الجزاء في التصرف بالكورة مع النادي الاهلي نفس الكلام مع النادي الإسماعيل نفس الكلام ماحاولش أنا كمدارب ابعيده عن المنطقة الخطورة عبدالله السعيد لما خده الحنين في مباراة الزمالك او مباراة سيراميكا والزمالك وحدا انه يقرب من منطقة الجزاء كتير خلال المباراة كان هو العلامة الفاصلة لنادي الزمالك خلال المباراة لو جيبنا كل الحالات يا كريم ما ينفعش يكون عند العيب في الاسكواد بتاعي بإمكانات عبدالله السعيد كرة التمرير بص هو مكمل فين يا كريم هو كان بيلعب المباراة لعيب رقم تمانية على الدايرة جنب دونجا ورغم كده مكمل وكمل جارجة ومنطقة الجزاء نفس المكان اللي هو متعود عليه مع المنتخب ومع نادي الآيب فترة اللي فاتت كل المشاهد الخطرة لنادي الزمالك طوال المباراة كان البطل بتاع عبدالله السعيد سواء بالاسيستات سواء بالتمريرات الجيدة بين الخطوط اللي كان بيقوم بيها خلال المباراة سواء الهدف اللي هو سجله من تصويبه واللعيب اللي صاحب القرار دايما في المباراة الاسيست حتى لعمل النضاي في التلت الأخير كل كرات بتاعته يا كريم هتلاقي كرات هجومية فلازم عبدالله السعيد أنا كمدرب أوفر له أقرب مساحة لمنطقة الجزاء بتاعت الخصم عشان أستغل الكرة دي بص الكرة دي يا كريم بص التصرف بتاعه مكمل مع ناصر ماه أي لعيب في الدنيا كلها في الكرة بتاعت عبدالله السعيد دي هقولك أنه هيسدد لكن لعيب عنده فيجين وعنده رؤية ودائما بيشوفت حركاته اللي حواليه تمريرة سحرية لزيزو اتصرف فيها مش أحسن حاجة لكن بيبين لك قد قيمة عبدالله السعيد في وجوده على منطقة الجزاء يمكن الكرة دي هيعمل أسيست أو هيعمل تمريرة عرضية لناصر منسي اللي هنجله بعد شوية طبعا تصرف غير موفق من ناصر لكن دايما دايما خطورة عبدالله السعيد قدام منطقة الجزاء وفي المساحات القريبة من منطقة الجزاء دي ممكن كرة الهدف اتصرف قاش حتى بشكل جايب بصراحة لعب في مركز مش مركزه عنده اندفاع وعنده روح وعنده قلب كرارات بتاعت عبدالله السعيد هي اللي خلصه تفوق وخلتين زمالك تفوق على سبيل هابتكامل عبدالله السعيد اه تفضل جزاوك كتير على الألو الشاب على منطقة اللعب لو جيب برضو هي قريبة من نفس اللقطات فيها لقطة او اتنين زيادة ممنتهى البساطة عنوان لازم جمز يعلقه في قط اللبس عبدالله السعيد ما ينفعش بابعيد ما ينفعش بابعيد عن منطقة الجزاء ابداً ما ينفعش بابعيد انا باتكلم على تالت اكتر قدامه هدفين ويبقى تالت اكتر اللاعبين فعالية في تاريخ مصر في تاريخ مصر بتكلم على واحد في التوبتين بقيله جنين ويبقى لبس اتنين لعيبة كابتن حسن الشهازدي وكابتن حسام حسن بتكلم على لعيب لسه بلعب لحد الوقت في الملعب بكلم على لعب لعب 39 سنة هيتمون في يوليو 39 سنة نفعش بابعيده طول الوقت ليه أدوار عظيمة في الربط والخروج بكرة كل ده جميل لكن أنا باخد منه محصلة لا تتناسب مع الجودة بتاعت عبدالله السعيد طول الوقت الراجب بتكلم على سعيد القرارات والجودة ومخزون القرارات تاني هقف عند الفعالية بتكلم على واحد من أكثر اللاعبين فعالية سواء على سعيد الصناعة أو التسجيل في تاريخ مصر عبدالله السعيد العب كبير أوه يا كريم وتاني اللغة الجماهيري اللي صاحب انتقاله من هنا لهنا وهكذا شوية حط ضغط على عبدالله في السنوات الأخيرة لكن يبقى شاء من شاء وأبى من أبى عبدالله السعيد هو واحد من أحسن اللاعبين مش هبالغ لو قلت انه واحد من أحسن اللاعبين في تاريخ مصر على سعيد الفعالية على سعيد الصناعة على سعيد التسجيل الراجل بيصنع راجل بيسجل الراجل قادر طول الوقت انه يبقى عنده اللي يقدمه فين بشرط انت لو شفت لقطات الخطرة كلها في التلت الأخير من ملعب المنافس ما تنزلوش تحت اعتمد على أي حد يقدر يمشي من تحت والناحية البدانية بس أبا من أفعل عبدالله والناحية البدانية ان اللاعب يبدأ المباراة وبينه المباراة بشو شكل ده والعيب عنده 39 سنة زكاة في توزيع الجهدي طبع ناصر منسي زي ما قلنا ان فيه لغز جوان نادي الأهلي اسمه بودست برضو ناصر منسي لعيب صغير في السن والعيب عنده كل مقومات جيدة ليه ما بتستغلش الفرص اللي بيجيلك جوانات الزمال يعني احنا هنجيب الحالات من غير حتى من الكلام عن حالات الفنية ناصر منسي العيب كان جيد مع نادي طلعي الجيش وكان جيد مع نادي بيرمتز لكن لما يتخلي له كم الفرص وكم الامدادات اللي جات له خلال المباراة وما يستغلاش بالشكل الأمثل ده لما تيجي توقع ديكا انت بينك وبين نفسك ما تزعلش لما تتفرج عن نفسك بالشكل اللي انت زهرت به قدام سيراميكا بالوضع وكل كم التمريرات اللي جات لك طوال المباراة سواء من عبدالله الصعيد أو من زيزو وما استغلتاش بالشكل ده لازم توقف وقفة مع نفسك وتبدأ تشتغل مع نفسك عشان تخاطر يبقى ليك دور مؤسس مع نادي الزمال عظيم كندوسي هقف معلش ناسم قبل هقف عندي شحاتها لازم هقف عندي شحاتها شحاتها قدم مباراة كبيرة جدا بالنسبة لي هو يستحق يستحق عليها الإشادة ومش النهاردة 30 سنة يستحق عليها الإشادة بشكل كبير إعرض طيب وحنا بنتكلم الأطب بتاعت شحاتها شحاتها بلاب مع المنتخب الأولمبي مباراتين والدييتين كابي بيست الجو للأسست اللي عملوا في مباراة الجيش وهنا محلش أنا ياسف رجع لي الكرة دي من أولها وأنا باتكلم الكرة دي رجعها من أولها خلاص عارف ما عكش وقت لكن رجعها لي من أولها خلص من أولها من أول خلص من أول ما استلم أي لعيم بيلعب آخر لعيب في الملعب أو من اللعبة الأكرة في الملعبة كريم في التوقيت ده هيحطها على طرف من الإطراف أو هيشيلها واحدة الرجل عنده القرار وهنا دايما باتكلم على القرار والجاهزية ويدخل وعنده فيجن أن يحطها على عبدالله السعيد في الحتة دي من اللعبة الأوليلة اللي عنده كواليتي كورة ولعب عنده حدة بدنية في الضغط وقدرات دفاعية كبيرة جدا كريم عند محمد شحاية لعيب متطور جدا جدا في البوزيشن ده في لقطة بعديها الهدف وفيه في المنتخب الوليمبي الأسست اللي عمله محمود صابر في مباراة كوتيفوار كابي بيست الرجل دايما أستاذ الكورة التانية دايما بيقف تحت الكورة بشكل ممتاز ينتظر الكورة بصها كريم انتظر الكورة داخل ضغط عليه الرجل بيرقص منتاز سهولة أسست انفراد ولا أجدع بلاي ميكر الرجل بيحطها بشكل ممتاز لمحمود صابر بيسام فيه بأسست في الهدف التاني المباراة دي بالمناسبة ونربع خمسة أيام بنفس الشكل بنفس الوزيشن اللي بيتهجت فيه فكريدت كبير جدا مباراة كبيرة جدا اللي محمد شحاته يستهل عليها كتير حلو كده هتشكر هنأجل الكوندوس المرة الجاية شهاب بشكرك شكرا جزيلا شهاب بشكرك شكرا جزيلا كل سلامة طيبين كل سلامة طيبين أيضا احنا لسه موصلناش لاختام حلقتنا بس انا هيكون ختام مع حضراتكم دلوقتي لحظاته هيكون معاكم حوار خاص لرقم عشرة عمل وزميننا احمد المصري مع الكابتن طريق سينيمان مدارب حراس مرمى المكور العرب الحالي والاهلي عفوا المكور العرب الحالي والاهلي السابق نشوف الحوار وبعدها ختام حلقتنا كل سنة وحضراتكم طيبين كل التحية لك زميل عزيز كريم رمزي كل التحية لمتابعين مشاهرية رقم عشرة على شاشة القناة الاولى في كل مكان ومستمرين معاكم اللقاءاتنا الخاصة من خلال برنامج رقم عشرة النهاردة ضيفنا واحد من مدربي حراس المرمى المعروفين في مصر في السنوات الاخيرة هو نجم النادي الاهلي ونجم النادي المقولون ونجم منتخبنا الوطني كابتن طريق سليمان كابتن طريق برحب بحضرك طبعا على شاشة القناة الاولى وبرنامج رقم عشرة وبنقلك تحياتي زميلي كريم رمزي تحياتي لك يا سوزا احمد وتحياتي طبعا الكابتن كريم والرقم عشر كابتن في البداية كده يعني بما انك موجود معانا قبل ان ندخل بقى في حراس المرمى وحراس المرمى في مصر عايزين طبعا بقى عن نادي المقولون العرب الأمور يمكن مش مستقرة الفترة الأخيرة الوضع الصعب شوية كلمنا شوية بقى عن نادي المقولين واستعدادتكم بقى للفترة الجاية الفترة الصعبة في مسابقة الدوري بص طبعا ما فيش شك ان الفترة زي ما انت قلت كده المقولون العرب بيمر بفترة صعبة فترة صعبة جدا جدا ولكن هو مر بيها قبل كده يعني في السنوات الأخيرة الموضوع ده قرر قبل كده والمقولون العرب بيجي في يعني في الآخر الماتشات بتلاقي النتائج بتتحسنه الحمد لله كان احنا من سنتين كانت الفرقة برضو معرضة بشكل كبير للنزول وجيت انا مع كابتن شاوي غريب والحمد لله فرقة قعدت في ظروف صعبة جدا احنا عندنا اول ظروف صعبة ولكن لا مش مستحيلة يعني دايما بنشتغل على الامل اللي بيقى موجود وامل كبير احنا ان شاء الله بإذن الله نعدي المرحلة الصعبة ديت بص هو ما فيش شك السؤال يعني شقين الشقي الاول ايوم درفني بيمسك في نص الموسم بتبقى طبعا مسئولية صعبة جدا جدا وبيبقى عايز مجهود متضاعف وعايز حاجات كتير قوي مضاعف مجهود مضاعف ليه؟ لانه مش بختار اللعيب دايما اي مندير فني بيبدأ من دات الموسم بيبقى عنده فترة كبيرة بيبقى عنده فترة اعداد بيبقى عنده مبارات ودية بيبقى لعيبة دي هو ما يسئول عنها هو اللي جايبها انما هي كرة الكرة ما فيش فيها ثوابت يعني الكرة في كل المجالات في كل سواء بقى لعيب سواء مدرب سواء 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 ما بتمسكش في كل الظروف بتبقى متاحة بالنسبة لكل حاجة متاح لازم تشتغل في الظروف صعبة وخب بالك الظروف الصعبة دي بتطلع حاجات حلوة قوي عند المدرب وبتعلم المدرب حاجات كتير قوي ودي في النهاية بتديك بعد كده خبرات فريق المقوليني ممكن كان فيه لغز غريب من اول الموسم ان تقريبا ما فيش مباراة الفرقة كتت مكتملة عندوكو اصابات كتير الاصابات ترجع نلاقي غيابات لطرد الايقافات الحاجات دي كان لا تأسير عندنا عشر عمليات من عشان كده بقولك لصابات كتيرة جدا اه يعني انا بس ايه انا يعني ما بحبش انا بقى دايما عندي مبررات ان بقى نتيج وحش عشان كده ما ذكرتش شوف انت ذكرتها ومتابع كويس قوي ان المقولين فعلا اه مر بظروف صعبة جدا من حيث طبعا الاصابات من حيث العمليات اللي تمت عندنا لك كسور كتير وخبالك يا ملاش حلقة شوية بقى يعني كلها مش اصابة عضلية اقلها اصابات العضلية كلها كسور وعمليات وعمليات كلها في الركب وعمليات في الكتف وعمليات مش عارف في العضبة بتاعت الزراع كلها مشاكل قابلتنا بس في النهاية انت برضو لازم ايه لازم تستعامل بالتأكيد بالتأكيد اشتغلنا على الكلام ده كابتن معتمة جمال مع الجهاز كابتن طلعت وكابتن حسن الشامي وكابتن علاء هودي ومدارب الاحمال كلنا بنشتغل على حاجات كثيرة سواء بدني سواء فني حتى الحاجات النفسية بيجي الموحش محمد العدي اللي بيقعد معنا الموحش موحش نجي قعد معنا مرتين في المكان اللي احنا بنشت يبقى وشه حلو ان شاء الله عليكم ان شاء الله بإذن الله فزي ما بيقولك يعني في النهاية بناخد بالاسباب والنتيجة دي بتنعب الدوري اهل وزمالك ولا ممكن نشوف مفاجأة خاصة برامدز متصط الدوري اهل وبرامدز اهل وبرامدز زبالك بعيد مبسوط من المنافسة ان احنا بنشوف زد بنشوف امبي بنشوف المصري بس بس برامدز متصدر لا بس دي مش منافسة يعني استاذاء اهل برامدز اللي بعدين كده مش منافسة اه حسن اسود تقول حسن ابيض تقول مش عارف ايه ماشي لان فرق كبير اوي بين برامدز وبين زد بين المصري بين اتحاد بين امبي كل ده لا لا فرق كبير بتعدي لخمساشر عشرين بونت فمنافسة على اللقب بإني فرقتين بس أهل وزمال أهل ليه بأهل وأهل وبرامت عايز أعرف تقييمك لحراسة المرمى في نادي المقامل العرب في الفترة اللي توليته فيها بص أبو سعود كان في الموسم الموقادي الخلص أبو سعود هو أفضل حارس مرمى أنا بعتبره أفضل حارس مرمى في مصر في الموسم اللي فده على طول والتكملة طبعا كان الست المتشات اللي إحنا إيه اللي عبناهم لما جينا إحنا مع كمتين شاو بصعود في الموسم اللي فده عمل موسم ما أنا بعتبره من أفضل موسم أبو سعود أبو سعود قعد هنا مثلا ده 12 موسم أبو سعود من أفضل موسمه هو الموسم اللي فات جبنا بعد الموسم ما خلص طبعا إحنا كان موجود حسن شين راح بالبنك وكان موجود العربي وكان موجود محمد سيحة ده حارس مرمى متخب مصر أولوم متخب أولوم دلوقتي وبيطلع عليه طريق سليمان بيتمرى معنا دلوقتي في الدرجة الأولى لما بيحصل سيحة بيروح المنتخب بنطلع الولد من تحت يعني عشان برضو يبقى موجودين أربعة في التبريد الموسم ما خلص اتعاقدنا مع عامر 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 طبعا يقول كبير جدا وعنده خبرات كتير في الدور الممتاز يبقى برضو إيه طبعا حسن مشي فيبقى موجود مع أبو سعود مع أحمد العربي مع محمد سيحة عايز عرف رؤيتك للاختيارات الحالية الحراس المرمى في منتخب مصر اللي هما محمد الشناوي محمد عواد مصطفى شبير والماد وسليمان هل الأربعة دول هم الأفضل بالفعل في مصر في وقت حالي؟ بس زي ما بنا مكلم دلوقتي على المقاولين أنا بس قلت في وسط كلامي كيو أنا بتكلم بقولك لازم أنت تعمل متوسط أعمار ما تيجي النهاردة محمد الشناوي 34-35 سنة محمد عواد بتكلم في حوالي 31-32 سنة طيب أجيب المهدي سليمان 37 مش منطقية خالص مش منطقية بالمرة يعني على فكرة مهدي سليمان بقول كويس جدا جدا وعمل أداء محترم جدا مع الاتحاد أنا بكلم على النهاردة عندك ثلاثة جميع أنا بكلم على ثلاثة حراس المرمى الدين الثلاثين سنة الثلاثين سنة الشناوي والمهدي 37 سنة طيب أنا بجيب الطبيعي في أي مكان في الدنيا كان كيروش عامل كده كان كيروش عامل إيه كان واخذ اتنين كبار بياخد الشناوي وكان بأحمد الشناوي أو لو مش عامل الشناوي كان بياخد في فترة كان موجود معهم بسام كان متاخذ في فترة كان موجود في فترة كان موجود عود في فترة عود في النهاية أنا ماخدش أربعة ثلاثة كبار كنت واخد محمود جد وكنت واخد محمد صبحي وكان معايا اتنين كبار كان معايا أبو جبل وكان معايا مين محمد الشناوي فكده يبقى انا شايف كده الدنيا ماشية المتواصل العمار ماشي كويس في اتنين ولاد كويسين بيلعبوا في قندية وصغيرين في السن محمد صبحي موليد تسعة وتسعين وجاد موليد تمانية وتسعين فدول مستقبل لحراسة فين في مصر ايام كيروش وعندك اتنين كمار واحد بيلعب واللي بعديه برضو ايه خبرة خبرة برضو اللي هو ابو جبل طب تعال انت النهاردة الشناول الوقت موجود وعندك محمد عواد موجود المهدي سبعة وتلاتين سنة يبقى عندك جوله بس ايه اللي صغير في السن وجول واعد وجول له مستقبل كان لازم انا بقى انا رأيي بس يعني ما يزعلش مني المهدي انا بكلمش على المهدي انا بكلم على السن مهدي شخصيا انا كفكرة عامة مصطفى شبير معانا حد تاني صغير ويبقى موجود اتنين كبار محمد عواد ومحمد الشناول انا في النهاية زي ما بقول لك وانا النهاردة حارس المرما بيفضل قاعد بالسنة وبالاتين وبالتلاتة لحد ما بتجي له فرصة بس هو ازاي بقى يحافظ على فرصة دي ازاي بقى لما يجي له فرصة يجي له فرصة في النهاية السنة اللي فاتت مع الوداد ولعب وكان نجم المباراة واحد الاسباب الرأسية فوزي النادي الاهلي بالبطولة هو مصطفى شبير لما اجاد هنا في المباراة اللي هنا يجي له انفراد لو دخل الانفراد ده حاجات كتير يعني ولعب في نهاية الموسم اكتر من مرة انما هو لسه مشجون الاساسي بتاع النادي الاهلي احمد سليمان اتظلم في الاهلي ما اخدش فرصته لا 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 خالص ما اتظلمش ولا حاجة ليه ده بالعكس في زحمة في المكان ده وهم اختاروا مصطفى او مصطفى جول قليل مصطفى جول كويس كان ممكن يتم اختيار احمد او يعني في النهاية اختيار بيتم من وجهة نظر الجهاز فني اختاروا مصطفى او مصطفى جول كويس مكانتش مكانتش الدرجة تسمح الاتنين يبقوا موجودين تمشيناه ومشي قبل كده وبعدين هاللعب بره ده افادوا اللعب اكتر من مئتين وخمسين مباره بره النادي الاهلي في بيترو جيت وفي حرس الحدود وفي طلاع الجيش ولما رجع كان عنده رصيد محلي بتاع مئت مئتين مباراة فادوا في الاهلي افادوا فأنا مش عايزة اقول ان الكرة ما فيش فيها ظلم الكرة عايزة شخصية جبارة عايز واحد يتمرأ عايز واحد يحافظ على نفسه وحد ما يجيله فرصة النهاردة مصطفى بعد ما لعب في النادي الاهلي رغم انه ممكن يقعد يعني الشنوه يلعب في المنتخب وهي يرجع يبقى جول اساسي في النادي الاهلي هل مصطفى دلوقتي ما بقاش يعني الوقتي الناس كلها تقول لك لا مصطفى لو حصل الشنوه مش مركزه الشنوه مسلا في اعداءه مسلا ممكن ما يبق الناس تقول لك ايه مصطفى يلعب ليه من اللي عمل كده هي الكرة كده الكرة فلاس الشنوه يبقى ايه لو تركزه مية في المية يبقى متين وتلتمية وربعمية في المية لان في حالس لعب ولعب فترة مش قليلة والفترة مش قليلة دي واخد فيها نجاحات عامل فان نجاحات واخد كاس السوبر مع الزمالك واخد بطوط افريقيا عنده عدد لا بأس بيه دلوقتي من ماتشات بقى فيه ثقة من الجمهور بقى فيه ثقة من إجازة الفني بقى فيه ثقة من لعيبة كل الحاجات دي هتخلي مصطفى يبقى ايه يزاحم بقى الشنوه يبدأ يخش ويزاحم الشنوه فلازم الشنوه يبقى ايه جاهز مية في المية مين الحرس اللي تظلم انه مرحش منتخب مصر في الفترة لا انا مش عايز اقول الظلم انا عايز اقول بس يبقى فيه يعني انا باجه حط السياسة في مركز حراس المرمى ده لازم السياسة متبقاش كده يعني ازمة والله العظيم انا ببكلم على المهدي سليمان مهدي سليمان جول كويس جدا جدا ومشاء الله عامل موسم هايل انما انا عايز ايبقى انا وجهة نظر انا يبقى اتنين كبار اتنين كبار والدين صغيري مصطفى موجود يبقى معا حد تاني صغير ممكن محمود جاري مين الحد التاني اللي كان الممكن يبقى محمد صبح يبقى لو صبح يلعب يا محمد صبح بسام كان يستحق هيبقى على حساب يا عواد يا بسام برضو ايه الامان عامل السنة دي بزياد عامل موسم كويس عنده اخطاء عنده اخطاء طبيعي طبيعي ان يجونا المحرس بار ما عنده اخطاء انما في الموجمل عامل موسم كويس مع السيراميكا الحارس الافضل في مصر في الفترة الاخيرة بعيدة عن الخطيارات المنتخب بس حارس شايف ان هو مميز وبيقدي بصورة جيدة مع موافر اترو بس الزنفولي مع الداخلية قبل ما ينتقل النادي الاهلي كان الداخلية لعب حداشر مباراة في الدولي الزنفولي كان واحد من افضل حراس مرمى اللي عابلوا ماشيك كويسة قوي مع الداخلية قبل انتقل النادي الاهلي عمل ماشيك كتير جدا جدا كويسة الامانة وعشان كده يعني كان هو اعلاميا محدش يعني اعلاميا مش شوية مش واخد حقه اعلامية انما الولد جول كويس جدا جدا وعنده قدرات وعشان كده راح النادي الاهلي انما لو كلمنا بشكل عام هتلاقي في جوان كتير بص السنة دي مش كل الحراس عاملين موسم كويس مفيش استمرارية مثلا في عشر اتناشر تلاتاشر بعتاشر عشر عشر مباراة لا في حراس مرمى بياخدوا ماتشات كتير جدا كويسة ولكن مفيش استمرارية في عدد ماتشات كتير لا في بيحصل اخطاء ويبقى كويس في المباراة وبعد المباراة اللي بعد يحصل اخطاء فمش لاي انا مش شايف حد عامل موسم كويس من اول ما بدأ لحد ايه لحد ما حصل التوقف السنة اللي فات كان مين عمل الكلام ده شكل كويس جدا كان ابو الصعود كانا كانا كان موجود الشناهو في الاهلي كان موجود محمد سعيد شيكة فارقه كان عامل موسم كويس جدا 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 السنة اللي فاتت ما شاء الله هايل كان في اكتر من الحرقة كان السنة اللي فاتت برضه لides rando الموسم كويس كان بسام في اكتر من الحرقة السنة اللي فاتت كان واضح جدا ان هم ايه عاملين موسم كويس دائم applesau وحرس موهوب عنده الموهبة؟ اقول لك انا هجيب جسم واخليه حارس مرمى لا انا يعني ده ده اصلا مش حاوي يعني هيبني مش حاوي انا في النهاية في بقى فيه موصفات موصفات شخصية موصفات جسمانية موصفات فنية لازم يقى فيه لمت انها معندوش خالص كده لا صعب كنت بتزعى لما كان يجي فترة كده اقول لك ده في الاهل كان الحرس ابنها عنه كنت بازعى القوي كنت بازعى جدا كابتن شريف اكرامي ده ده اليوم اللي انا احمد طري سليمان ومصطفى شوبير انا اليوم وكان احمد نادر السيد كمان كان في المنتخب وقتها في البطولة العربية بص كلام ده فضل كده ايه الموضوع ده بيتقال لحد ما السنة اللي فاتت احمد لعي مبارات الاهلي مع مصر المقصة في الكاس واحمد عالم مبارات كبيرة جدا جدا جنة اللي جابوا رمي ربيعة ضرب الجزاء في الوقت الضائع في الاخر بعد المبارات دي كل السوشال ميديا قالت ان لا ده احنا كنا زلمين احمد وكان بيقوله ابناء العاملين وكل الكلام ده تقال لما مصطفى شوبير برضو ايه لعب وقدم الاداء ده كده قال لك طب انت كله ده كلب يتقال انا مش عايز اقول لك انا السوشال ميديا دي كان بتشغل عليها كتير جدا وانت عارف لما طلعت احمد ومصطفى 2016 كله يقول لك ابناء العاملين ومتجاملين ما بنعرفش ان جامل الاهل ما فيش فيه مجملات انا بنعرفش جامل ولا عارف اجامل ابني ولا عارف اجامل اي حد انا بشوف موهبة الواحد بيساعدها انما فيه موهبة فيه موهبة انما تيجي انت بقى هون اللي بيكتب ده مين يا سوز احمد ولا اللي قاعد ده ما انتش عايف لا بيفهم فكورة ولا ممكن بيبقاش عنده وفي ناس بتفهم طبعا فكورة وفي ناس بتقدر الكلام ده نفسك احمد يرجع الاهل في يوم الايام انا مش يرجع الاهل ويقعد لا يلعب بره ويبقى عنده نسبة مشاركة عالية هي دي اللي هتودي منتخب مصر وتودي نادي الاهل تاني هو نسب مشاركته قليلة لسه السنة اللي فاتت عمل مباراة الداخلية مع المقاسة او القبل اللي فاتت والداخلية مع سموحة افضل ما يكون فالماتشات بتجيب الحارس بذلك لما يبقى عنده الشخصية الشخصية دي بتساعد قوي فاحمد ماشاء الله جول موهوب جول عنده شخصية محتاج بس يلعب كتير مجرد بيلعب ماتشات كتير ويبقى في صبر اللي انا بقول عليه ما بقاش انت بتلعبه ومستنله خطأ او مجرد ما يخطأ تقعده ما الحارس مش هتطلع موهبته في يوم او في مباراة او في اثنين او في ثلاث لا لازم تدله فترة تبدأ انت تشوف لقطة في الحارس ده فيبان قولك الحارس ده عنده قرار عنده شخصية عنده موهبة بس دي مش هتبان في مباراة هتبان في عدد ماتشات كتير كافي انت بتحكم عليه زي ما حصل مع مصطفى شوبر كده النهارات ده مصر كلها بتتكلم على مصطفى شوبر ليه ما ليه بعد المشات كتير كل ماتش بتلاقي عنده ايه حاجة جديدة حاجة جديدة تعرف تقيمه كويس كتنطرق نفسه بقى نفسه يرجع الاهل تاني والله بص اي حد يتمنى يرجع النادي الاهلي بس انا يعني ايه مش عايز اقول ان انا يعني انا اخدت انا اعدت فترة كبيرة في النادي الاهلي اعدت 8 سنين وحققتي الحمد لله بطولات كتير معنا اخدت 15 بطولة مع النادي الاهلي واخدت وقتي وهي جعل ايه وقت ان انا ممكن ارجع تاني ولو مرجعتش تاني انا يعني ايه انا مش عايز اقول ان انا ما عندش طموحي لأ طبعا النادي الاهلي بيعمل تاريخ واي حد يعايز يعمل بطولات ويروح النادي الاهلي كل ده حلو نقف ان انا راجل محترف انا راجل باشتغل باشتغل في اي مكان وعايز انجح في اي مكان يعني الصعوبة انت تنجح في أي مكان. السنة اللي فات بقول لك أبو الصعود أفضل حارس في الموسى. دي حاجة تسعدني. السنة دي النتائج مش كويسة. بس بشتغل. مفيش حاجة اسمها ان انا ايه يعني اروح تمرين وان انا لأ. طالما عندي أمل لو نثبته ليلة اشتغل عليه. وعلى فكرة أنا عادت في النادي الأهلي سنين كتير بمباراة. يعني في مرة مثلا راحين نلعب السوبر المصري في الإمارات. والمباراة دي كان ميشي مارتين يول وكان جي كابتن عبيع زعب شافي. والمباراة دي كان كابتن يو جيب إسبوع. المباراة دي بسبب احنا اخذنا اللي تسيبنا مباراة ثلاثة لاثنين. المباراة دي بسبب انا عادت تارة اربع سنين ثاني. كنا خسر لنا افراقيا وخسرنا الكاس بالزمالك. 2015 وروحنا للمباراة دي مباراة السوبر كنت هتخسر كمان سوبر. فعايز اقول ايه? انت بتقعد بشغلك. بتقعد في المكان بشغلك. ما حدش بيجي مني. انا بشتغل. واعدت مع مجلس ادارة النادي. اعدت مع مجلس ادارة كابتن حسن حندي سنتين. اعدت مع المواصل محمود طاهر اربع سنين. اعدت مع كابتن خطيب سنتين. ما حدش بيجي مني. جي اربع مدربين او خمس مدربين اجانب. كملت معهم. جي اربع مدربين مصريين. كل مدرب جي كم ولاية. ولايتين. كل مدرب بيه ولايتين. وانا برضو ايه? مكمل. اي مدرب من دول ممكن ايه? لما ييجي يقولك انا مش عايز طارق. تم المدرب ده كم معايا الولاي اللي قبله. ويجي يقولك عايز طارق. كابتن ديزو جي مرتين. كابتن فاتح مورو جي مرتين. كابتن محمد ديوسف جي مرتين. فانا بقعد لفترة دي كلها ليه? مش عشان حاجة وعشان راجل بتاع شغل بحب الشغل ماشيل يامكو نجح مع الآهل زي ما نجح قبل كده كابتن إحمد ناجي زي ما نجح الكابتن إكرامي زي ما نجحee طريق سليمان زي ما هي نجح هي منظومة متكاملة بس اللي بيجيب الإلعابفة مين علبي اللي بيجيب إلجاءه مشوبة اللي بتحاسب آخر السنوية لجنة الكرة اللي بننجح مجزئ الإدارة مجلس الإدارة أحد الأسباب الرئاسية فوجي النادي الأهلي في كل تاريخ طبعاً أنقول بقى الجمهور وأنقول حاجات كتير قوي بس دايماً مجلس الإدارة بصدقني بهو هو العامل الرئيسي في النجاح في النجاح أي حاجة أي مؤسسة كابتن طريق أخيراً راضي عن مسيرتك كلاعب ومدارب حول رسمه حتى الآن الحمد لله أن أنا في حاجات كتير في طريقي وأنا بلعب ما كنتش أفضل حاجة حاجات كتير مشاكل كتير حصلتلي لما اشتغلت في التدريب ربنا عوضني بحاجات كتير قوي في التدريب غير لما كنت بلعب كنت زعلان قوي أن أنا و أنا لعيب كنت ممكن أبقى يعني أنا عارف قدراتي كويس وأنا لعيب وعارف أن أنا كنت تقول كويس إنما ما أخدتش حظ قوي وأنا بقى وأنا من أنه أخد ربع بطوات مع المقاولين هنا بس أحس أن أنا إيه كنت ممكن أبقى أخذ حظ أكتر أخذ حظ أكتر من كده بكتير جماهرياً وإعلامياً سبحان الله أنا أبطل وأشتغل في النادي الأهلي ثمان سنين وأخذ بطوات كثير مع النادي الأهلي فأتعوضت كتير جداً جداً غير لما كنت بلعب كورة يعني كابتن تريب أشكرك شرفتنا ونورتنا في رقم عشر تتناكي التوفيق في مهمتكم الصعبة مع ندي المقاولين العرب يا رب ومتمنى التوفيق برضو لأحمد طريق سليمان وتفرح بيه دايماً كده كحارس ما المميز إن شاء الله بلقائك يعني وتحياتي طبعاً لأخويا وحبيبي لكابتن كريم رمزي والقناة الأولى ورقم عشر زميلي كريم ده كان لقاء خاص مع كابتن طريق سليمان اللاعب النادي الأهلي ونادي المقلون العرب السابق ومدرب حراس المرمى الحالي بنادي المقلون في تصريحات خاصة في رقم عشر بشكركم وإلى اللقاء